اوديو بوكس ارابيك شارك الفكر القسم الثاني اخلق جوا من الغموض في عالم يبدو فيه كل شيء مبتذلا ومألوفا بشكل متزايد فإنما يبدو غامضا يلفت الانتباه على الفور فإياك أن تجعل ما تفعله أو توشك أن تفعله واضحا أكثر مما يلزم ولا تكشف كل أوراقك إذ أن جوا من الغموض يعلي من حضورك كما أنه يخلق توقعا فيراقبك كل واحد ليرى ما الذي سيحدث بعد كل حركة فاستخدم الغموض لتضلل ولتغوي وحتى لترعب مراعاة القانون في مطلع سنة 1905 بدأت الشائعات تنتشر في طول باريس وعرضها عن فتاة شرقية شابة ترقص في بيت خاص وهي ملتفة ببراقعها التي تخلعها بالتدريج وأبلغ عنها صحفي محلي شاهدها ترقص لأنها امرأة من الشرق الأقصى إلى أوروبا محملة بالعطور والجواهر لتدخل شيئا من غنى الشرق وألوانه وحياته إلى مجتمع المدن الأوروبية البشم المتخم وسرعان معرف الجميع اسم الراقصة مات هاري وفي أوائل ذلك العام في الشتاء كان عدد صغير من المستمعين المنتخبين يتجمعون في صالون مليء بالتماثيل الهندية وغيرها من التحف بينما الفرقة تعزف ألحانا موسيقية مستلهمة من الأنغام الهندية والجاوية وكانت مات هاري تترك المستمعين ينتظرون ويتساءلون ثم تظهر فجأة ببذلة تروعهم وتدهلهم حاملة صدرية قطنية بيضاء مغطاطا بمجوهرات هندية الطراز وأحزمة مجوهرة على الخصر تشد تنورة سانغ تكشف من الجسم بقدر ما تخفي وأساور في أعالي الذراعين ثم تأخذ في الرقص بأسلوب لم يشهده أحد في فرنسا من قبل وجسمها كله يتمايل كأنه في غيبوبة عميقة وقد أقبرت مشاهديها الفضليين أن رقصاتها تروي قصصا من الأساطير الهندية والحكاية الشعبية الجاوية وسرعان ما راح عالية القوم في باريس والسفراء من الأسقاع البعيدة يتنافسون للحصول على دعوات إلى الصالون حيث أشيع أن مات هاري كانت في الحقيقة تمارس رقصات مقدسة وهي عارية فأرد عامة الناس أن يعرفوا عنها المزيد فأخبرت الصحفيين أنها في الواقع من أصل هولندي ولكنها ترعرعت على جزيرة جاوة وتحدثت عن زمن أمضته في الهند وكيفية تعلمها الرقصات الهندية المقدسة هناك وعن كون النساء الهنديات قادرات على الرماية المباشرة وركوب الخيل وحل مسائل اللوغارتمات والتحدث في الفنسفة وبحلول سنة 1905 رغم أن باريسيين قلائل هم الذين شاهدوا مات هاري ترقص كان اسمها على كل لسان وكلما أعطت مات هاري مزيدا من المقابلات كانت قصة أصولها مستمرة في التغير ترعرعت في الهند فكانت جدتها ابنة أميرة جاوية وعاشت في جزيرة سمطرة حيث أمضت وقتها في ركوب الخيل وبندقيتها في يدها وهي تغامر بحياتها لم يكن أحد يعلم شيئا مؤكدا عنها ولكن الصحفيين لم يهبأوا لهذه التغيرات في سيرة حياتها وقارنوها بآلهة هندية وبمخلوق منتزع من صفحات بودلير وبأي شيء شاء خيالهم أن يراه في هذه المرأة الغامضة القادمة من الشرق وفي شهر آب أغسطس سنة 1905 قدمت مات هاري عرضا أمام عامة الناس لأول مرة وتسبب الناس المحتشدون لرؤيتها في ليلة الافتتاح بحلوث شغب فقد صارت شخصية تقوصية راحت تولد محاولات كثيرة لتقليدها وكتب أحد النقاد إن مات هاري تشخيص لكل شعر الهند وتصوفها وشهوانيتها وجاذبيتها التي تنوم المرأة تنويما مغناطسيا بسحرها ولاحظ آخر إذا كانت الهند تملك مثل هذه الكنوز غير المتوقعة فإن الفرنسيين جميعا سيهاجرون إلى ضفاف الكنج وسرعان منتشرت شهرة مات هاري ورقصاتها الهندية المقدسة إلى موراء باريس فدعيت إلى برلين وفيينة وميلانو وعلى امتداد السنوات القليلة التالية أدت رقصاتها في كل أرجاء أوروبا واختلطت بأرقى الطبقات الاجتماعية وكسبت دخلا أعطاها استقلالا نادرا ما تمتعت به امرأة في تلك الفترة ثم عند اقتراب الحرب العالمية الأولى من نهايتها اعتقلت في فرنسا وحكمت فأدينت ثم أعدمت في خاتمة المطاف كجاسوسة ألمانية ولم تظهر الحقيقة إلا أثناء المحاكمة لم تكن مات هاري من جاوة ولا من الهند ولم تترعر في الشرق ولم يكن في جسدها أية قطرة دم شرقية وكان اسمها الحقيقي هو مارغريت تازيل وأصلها من مقاطعة فريزلاند الشمالية المتبلدة في هولندا التفسير عندما وصلت مارغريت تازيل إلى باريس سنة ألف وتسعمائة وأربع كانت تملك في جيبها نصف فرنك غير أنها كانت وهي فتاة صغيرة قد سافرت مع أسرتها وشهدت رقصات محلية في جاوى وصمترة وكانت تازيل تفهم بوضوح أن المهم في تمثيلها وأدائها ليس الرقص نفسه ولا حتى وجهها ولا قوامها ولكن قدرتها على خلق جو من الغموض حولها ولم يكن الغموض الذي خلقته كامنا في رقصها أو بالذاتها أو القصص التي ترويها بل في الجو المحيط بكل ما تفعله فلم يكن هناك شيء يمكنك أن تقوله عنها وأنت متأكل منه كانت دائما فاتنة آسرة ودائما تفاجئ جمهورها بأزياء جديدة ورقصات جديدة وقصص جديدة وهذا الجو من الغموض كان يترك عامة الناس متشوقين لمعرفة المزيد وهم يتساءلون دائما عن حركتها التالية وكانت ماتهاري أجمل من كثير من الفتيات الشابات الأخريات اللواتي قدمنا إلى باريس ولم تكن أرى قصة جيدة على وجه الخصوص غير أن ما أفردها وفصلها عن كتلة الجمهور وما جذب انتباه عامة الناس وحافظ على اهتمامهم وجعلها شهيرة وثرية كان هو غموضها فالناس يأسرهم الغموض لأنه يستدعي تفسيرا متواصلا بالطراض لا يتعب منه الناس أبدا فالغامض لا يمكن تفهمه وما لا يمكن الإمساك به واستهلاكه يخلق القوة والتأثير والسلطة مفاتيح السلطة في الماضي كان العالم مليئا بالأشياء المرعبة والمجهولة من أمراض وكوارث وتغاط متقلبي الأمزجة وغموض الموت نفسه فلم نكن نفهمه تخيناه كأساطير وأرواح ولكننا استطعنا على مدى القرون المتطاولة ومن خلال العلم والعقل أن ننير الظلمات وما كان غامضا ومخيفا صار مألوفا ومريحا ومع ذلك فقد كان لهذا الضوء ثمن ففي عالم يزداد ابتدالا بالطراض وقد عسرت منه جوانب الغموض والأساطير عصر نتحرق سرا إلى الأشياء الغامضة المحيرة إلى الناس والأشياء التي لا يمكن تفسيرها وضبطها واستهلاكها على الفور وتلك هي صمتة الغامض إنه يدعو طبقات متراكبة من التفسيرات ويثير خيالنا ويغوين بالاعتقاد بأنه يخفي شيئا عجيبا لقد صار العالم مبتذلا وصار أهله قلوا من المفاجآت لأن التنبؤ بتصرفاتهم سهل بحيث أن أي شيء يلف نفسه بالغموض سيجتذب الأضواء إليه بصورة تكاد تكون دائمة ويرغمنا على مراقبته ولا تتصور أنك لكي تخلق جوا من الغموض ينبغي عليك أن تكون ضخما وموحيا بالرهبة فالغموض المنسوج في صلب سلوكك اليومي بشكل خفي ذكي له قدرة أكثر على الإذهال واجتذاب الاهتمام وتذكر إن معظم الناس صريحون معروفون بسماهم يمكن قراءتهم ككتاب مفتوح وليس لهم اهتمام يذكر بالسيطرة على كلماتهم أو صورتهم وليس في مقدورهم إعاقة التنبؤ بهم وبممارسة شيء من التمنع البسيط والصمت والتفوه بعبارات غامضة بين حين وآخر وبتعمد الظهور بمظهر التناقض والتصرف الغريب بأحذق الطرق وأذكاها تنبعث منك هالة من الغموض وعندئذ يتولى الناس الذين حولك تضخم هذه الهالة بمحاولاتهم المستمرة لفهمك وتفسيرك فالفنانون والمحتالون على حد سواء يتفهمون الارتباط الحيوي بين الغموض واجتذاب الاهتمام وكان الكونت فيكتر لستغ الارستقراطي بين المحتالين يلعب هذه اللعبة على أكمل وجه فكان على الدوام يقوم بأشياء مختلفة أو تبدو بلا معنى فيظهر عند أحسن الفنادق في سيارة الليموزين يقودها سائق يابني حيث لم يكن أحد قد شهد سائقا يابنيا من قبل فكان ذلك يبدو شيئا دخيلا وغريبا وكان لستغ يرتدي أغلى الثياب ولكن معها شيئا ما كميدالية أو وردة أو ربطة ذراع في غير محله على الأقل بالمفاهيم التقليدية فلم ينظر إلى هذا على أنه بلا ذوق بل على أنه شيء غريب مثير للفضول وفي الفنادق كان الكونت يشاهد وهو يتلقى البرقيات في جميع ساعات الليل والنهار يأتيه بها سائقه الياباني برقيات كان يمزقها بلا اكتراث مطلق الواقع أنها كانت مزورة وكلها أوراق بيضاء تماما ثم يجلس وحده في غرفة الطعام يقرأ في كتاب كبير يبدو مثيرا للعجاب وهو يبتسم للناس ومع ذلك يظل مترفعا وفي غضون بضعة أيام كان الفندق بأكمله يضج بأزير الاهتمام بهذا الرجل الغريب الأطوار وسمح هذا الاهتمام كله للاستغ باستدراج المغفلين بسهولة فكانوا يستجدون ثقته ويطلبون صحبته وكان كل شخص يريد أن يرى مع هذا الاستقراطي الغامض وبحضور هذا الغموض الملهي المشتت للانتباه لم يكونوا يلاحظون حتى أنهم عرضة للنهب حتى العمى إن جو الغموض يمكن أن يجعل الخامل يبدو ذكيا وعميق الغور لقد جعل ماتهاري المرأة ذات المظهر والذكاء المتوسطين العاديين تبدو كأنها آلهة ورقصها ذا إلهام سماوي إن جو الغموض المحيط بالفنان أو الفنانة يجعل العمل الفني على الفور أكثر إثارة للفضول وكان مارسيل دوشامب يمارس هذه اللعبة بفعالية كبيرة وتنفيذها كله شيء سهل قل كلاما قليلا عن عملك أثر فضول الناس ولوح لهم تلويحات مغرية تستدرجهم حتى بتعليقات متناقضة ثم تراجع وترك الآخرين يحاولون تفسير ذلك كله والعثور على معنى فيه إن الناس الغمضين يضعون الآخرين في موقع يشوبه نوع من الشعور بالنقص بحيث يحاولون فهم مقاصدهم وبقدر ما يتمكنون من السيطرة على الأمور يستدرجون الخوف الذي يحيط بكل ما هو غير مؤكد أو غير معروف ويعرف جميع القادة العظام أن هالة الغموض تجتذب الاهتمام بهم وتخلق لهم حضورا مهيبا وعلى سبيل المثال فإن ماوسي تونغ عتنى بتنمية صورة غامضة ولم يكن يقلقه أن يبدو غير متجانس الموقف أو مناقض لنفسه بل إن التناقض نفسه في أعماله وكلماته يعني أنه كان صاحب اليد العليا على الدوام فلم يشعر أحد أعلى الإطلاق ولا حتى زوجته بأنه قد فهمه وذلك كان يبدو أكبر من الحياة وكان هذا يعني أيضا أن عامة الناس كانوا يهتمون به بل ويتشوقون دائما لمشاهدة حركته التالية فإذا كان مركزك الاجتماعي لا يسمح لك بأن تلف أعمالك بالغموض بشكل كامل فإن عليك أن تتعلم على الأقل كيف تجعل نفسك أقل وضوحا فبين الحين والآخر تصرف بطريقة لا تنسجم مع ما يدركه الآخرون عنك وبهذه الطريقة تجعل من حولك يتخذون مواقف دفاعية وبذلك تستدرج نوعا من الاهتمام يجعلك قويا فإذا تمت عملية خلق الغموض بصورة صحيحة فإنها يمكن أيضا أن تجتدب نوع الانتباه الذي يلقي الرعب في صدر عدوك أثناء الحرب البونية الثانية 219-220 قبل الميلاد كان القائد القرطاجي العظيم هانيبال ينشر الدمار والفوضى في زحفه على روما وكان معروفا ببراعته والزواجيته المخادعة وتحت قيادته كان جيش قرطاجنة يتفوق في المناورة على جيوش الرومان باستمرار رغم أنه كان أصغر منها وفي إحدى المناسبات ارتكب كشافة هانيبال غلطة رهيبة فقاد قواته إلى أرض مستنقعية والبحر من ورائها وأغلق الجيش الروماني الممرات الجبلية المؤدية إلى الداخل وكان قائده الجنرال فابيوس في نشوة السعادة فقد أوقع هانيبال في الفخ أخيرا ووضع أفضل حراسه على الممرات وراح يعمل على خطة لتدمير قوات هانيبال ولكن عند منتصف الليل نظر الحراس الرومان إلى الأسفل ليروا مشهدا غامضا كانت مسيرة هائلة من الأضواء تتجه صعودا إلى الجبل بألوف وألوف من المشاعل فإن كان هذا جيش هانيبال فقط ضخم فجأة بمئة ضعف وتجادل الحراس بحرارة حول ما يمكن أن يعنيه ذلك هل هي تعزيزات جاءت من البحر أم قوات كانت كامنة في المنطقة أم أشباح لم يكن أي من هذه التفسيرات ذا معنا معقول وبينما كانوا منهمكين في المراقبة استعرت الحرائق في جميع أنحاء الجبل ووصلت إلى أسماعهم من السفح ضجة مرعبة وكأنها نفير ينفخ في مليون بوق وفكروا بأن هذه شياطين وهكذا غادر الحراس مراكزهم مذعورين لا يلون على شيء رغم أنهم كانوا أشجع وأعقل جنود الجيش الروماني وعند حلول اليوم التالي كان هانيبال قد نجى من الأرض المستنقعية فماذا كانت الخدعة؟ وهل استدعى الشياطين حقا؟ كان ما فعله في الحقيقة هو أنه أمر بربط أكداس من الأغصان الصغيرة بقرون آلاف الثيران التي كانت قواته تستخدمها كوحوش للحمل ثم أشعلت النيران في تلك الأغصان فأعطت انطباعا بأن المشاعل كان يحملها جيش كثيف يتجه بها صعودا في الجبل وعندما أحرقت المشاعل جلود ثيران انطلقت مسرعة بشكل جماعي مذعور في كل الاتجاهات وهي تخور خورا جنونيا فاشتعلت النيران في جميع أرجاء الجبل ولم يكن مفتاح نجاح هذا التدبير كامنا في المشاعل أو النيران أو الأصوات الضوضائية نفسها بل في حقيقة أن هانيبال خلق لغزا استأثر باهتمام الحراس وملأهم رعبا بصورة تدرجية فمن أعالي الجبل لم تكن هناك طريقة لتفسير المشهد الغريب العجيب ولو استطاع الحراس تفسيره لظلوا في مواقعهم إذا وجدت نفسك واقعا في مصيضة ومحاصرا ومتخذا موقف الدفاع في بعض المواقع فحاول تجربة بسيطة افعل شيئا لا يمكن شرحه أو تفسيره بسهولة اختر عملا بسيطا ولكن نفذه بطريقة تزعزع خصمك وتفقده اتزانة أي بطريقة لها تفسيرات محتملة عديدة مما يضفع على نواياك غموضا ولا تكتفي بأن تكون شخصا يصعب التنبؤ بحركاته فقط رغم أن هذه الخطة الانتهازية المؤقتة قد تنجح أيضا انظر القانون 17 ولكن اخلق مشهدا لا يمكن قراءته كما فعل هانيبال فسوف يبدو أن جنونك ليس فيه أسلوب ولا تناغم ولا عقلانية ولا تفسير واحد فإن فعنت ذلك بطريقة صحيحة فسوف توحي بالرعب والرجفة وتجعل الحرس يتركون مواقعهم وادعو ذلك خطة تظاهر هملة بالجنون لأن هملة يستخدمها بفعالية كبيرة في مسرحية شيكسبير فخاف عمه وزوج أمه كلوديوس عن طريق الغموض في سلوكه فالغموض يجعل قوتك تبدو أكبر وصنطتك أكثر رهبة صورة رخصة الأقنعة تغلف الأقنعة الراقصة وما تكشفه يسبب الاهتياج وما تخفيه يزيد الاهتمام وهذا هو جوهر الغموض الشاهد إن لم تعلن عن نفسك على الفور فإنك تثير التوقعات أخلط كل شيء بقليل من الغموض والغموض نفسه يثير الهيبة والاحترام وعندما تفسر لا تكن صريحا أكثر من اللازم وبهذه الطريقة فإنك تقلد الأسلوب الإلهي عندما تجعل الناس يتساءلون ويترقبون بالثزار غراسيان 1601-1658 الانقلاب في بداية صعودك إلى القمة يجب عليك أن تجتذب الانتباه بكل ثمن ولكن عندما ترتفع أكثر عليك أن تتكيف باستمرار فلا تجعل عامة الناس يسأمون من استخدامك الطريقة نفسها إذ أن جو الغموض يخلق العجائب للذين يحتاجون إلى تطوير هالة من الجاه والسلطة ويجعل أنفسهم مشاهدين ولكن ذلك يجب أن يظهر بقدر له حدود ويخضع لضوابط مسيطر عليها لقد تجاوزت متهاري الحدود في تلفقاتها ورغم أن اتهامها بالجاسوسية كان مزورا فقد كان في ذلك الحين افتراضا معقولا لأن جميع أكاذيبها قد جعلتها تبدو مشبوهة وشائنة إذن لا تدع جو الغموض يتحول ببطء إلى اشتهار بالخديعة فالغموض الذي تخلقه وينبغي أن يبدو لعبة يقصد بها الدعاية ولا تهديد فيها فعرف ذلك إذا تمادى الأمر أكثر من اللازم وتراجع إن هناك أوقات ينبغي فيها تأجيل الحاجة إلى الانتباه عندما تكون الفضيحة وسوء الأحدوث هما آخر الأشياء التي تريد خلقها ثم إن الانتباه الذي تريد اجتذابه يجب أن لا يؤذي أو يتحدى سمعة من هم فوقك أبدا أو أن لا يفعل ذلك على أي حال إذا كانوا آمنين مستقرين في مراكزهم إذ أنك لن تبدو عند إذ خسيسا فحسب بل ويائسا أيضا بالمقارنة معهم فهناك إذن فن هو معرفة متى تلفت الأنظار ومتى تنسحب كانت لولا مونتيز واحدة من أشهر ممارسات فن جذب الانتباه وقد استطاعت الصعود من خلفية إيرلندية من الطبقة الوسطى حتى صارت عشيقة فرانزليست ثم عشيقة لودفيغ ملك بافاريا ومستشارته السياسية ولكنها في سنواتها المتأخرة فقدت إحساسها بالتناسب في سنة 1850 كانت ستعرض مسرحية شيكسبير مكبث في لندن ويمثل فيها أعظم فنان في عصره شارلس جونكين وكان سيحضر العرض كل شخص ذي حيثية وأهمية في المجتمع الإنجليزي بل لقد أشيع أن الملكة فكتوريا وزوجها الأمير آلبرت سيحضران تلك الحفلة العامة أمام الناس وكانت العادة في تلك الفترة أن يكون الجميع جالسين قبل وصول الملكة وهكذا ذهب المتفرجون إلى هناك في وقت مبكر وعندما دخلت الملكة المقصورة الملكية وقف الجميع مراعاة للتقليد والعرف وصفقوا لها انتظرت الملكة وزوجها ثم انحنايا فجلس الجميع وعتمت الأنوار ثم اتجهت الأعين فجأة إلى مقصورة مواجهة لمقصورة الملكة فكتوريا وظهرت امرأة من الظلال كي تتخذ مقعدها بعد الملكة وكانت تلك هي لولا مونتيز كانت ترتدي تاجا من الماس على شعرها الأسود الذاكن وتضع على كتفيها معطفا طويلا من الفرو وتهمس الناس عندما انحسر ذلك المعطف المصنوع من فرو القاقم ليكشف ثوبا من المخمل القرمزي منخفضا عن جيدها وعندما أدار المشاهدون رؤوسهم استطاعوا أن يروا أن الملكة وزوجها قد تجنبا النظر إلى مقصورة لولا فقلدوا فيكتوريا وتجاهلوا لولا مونتيز طيلة باقي الأمسية وبعد تلك الأمسية لم يعد أحد في المجتمع المكملي يجرؤ على أن يرى بصحبتها وانعكست على قوتها المغناطسية وصار الناس يهربون من رؤيتها لقد انتهى مستقبلها في إنجلترا لا تظهر كطامع أكثر من اللازم في لفت الأنظار إذن لأن ذلك يشير إلى انعدام شعورك بالأمن وانعدام الشعور بالأمن يطرد السلطة بعيدا عنك وافهم أن هناك أوقات ليس من مصلحتك فيها أن تكون مركزا للانتباه فعندما تكون في حضرة ملك أو ملك مثلا أو من يعادلهما انحني وتراجع إلى الضلال وإياك أن تتنطع للمنافسة القانون سبعة اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ولكن احصل على الفضل دائما الحكم استخدم حكمة الآخرين ومعرفتهم وعملهم البدني الأساسي لتقدم قضيتك أنت لأن هذه المساعدة لن تقتصر على توفير زمن وطاقة نفسيين بل ستعطيك هالة شبه قدسية من الكفاءة والسرعة وفي آخر الأمر ينسى الناس مساعديك ويتذكرونك أنت فلا تعمل قط بنفسك ما يستطيع الآخرون عمله لك انتهاك القانون ومرعاته في سنة 1883 كان هناك عالم صربي يدعى نيجولا تيسلا يعمل في القسم الأوروبي من شركة أديسون القارية وكان مخترعا دامعا بارزا وقد أقنعه تشارلز باتشيلور وهو مدير مصنع وصديق شخصي لتومس أديسون بأنه يبحث عن حظه في أمريكا وعطاه رسالة تقديم إلى أديسون نفسه وهكذا بدأت حياة من البلاية والمحن استمرت حتى موت تيسلا عندما انتقى تيسلا بأديسون في نيويورك استأجره المخترع الشهير على الفور فأخذ تيسلا يشتغل ثماني عشرة ساعة في اليوم في إيجاد طرق لتحصين محركات أديسون البدائية وفي آخر الأمر قدم عرضا بإعارة تصميمها بصورة كاملة فبدأ لأديسون أن تلك المهمة ضخمة قد تستغرق سنوات طويلة دون أن تؤتي ثمارها ولكنه قال لتيسلا إن في هذا خمسين ألف دولار لك إذا استطعت القيام بذلك ورح تيسلا يعمل في المشروع ليل نهار وبعد سنة واحدة فقط أنتج نسخة من المحرك محسنة جدا كاملة مع عجزة تحكم وضبط آلية ذاتية فذهب إلى أديسون بالبشرة ليتلقى الخمسين ألف دولار الموعودة فكان أديسون مسرورا بالتحسن الذي حصل هو وشركته على الفضل فيه ولكن عندما وصل الأمر إلى المال قال أديسون للشاب الصربي يا تيسلا إنك لا تفهم حص الدعابة الأمريكي وقدم له زيادة صغيرة في رتيبه بدلا من ذلك وكانت الفكرة المستحوذة على تيسلا أن يخلق نظاما أو جهازا كهربائيا يعمل بالتيار المتراوح بينما كان أديسون يؤمن بنظام التيار المباشر فلم يكتفي برفض دعم بحوث تيسلا ولكنه قام في مبعد بكل ما في استطاعته لتخريبها فتوجه تيسلا إلى القطب الصناعي جورج وستينغ هاوس في بيتسبيرغ الذي كان قد دشن شركته الكهربائية الخاصة فقام بتمويل بحوث تيسلا تمويلا كاملا وقدم له اتفاقية للحصول على حصة محترمة من الأرباح المستقبلية ولا يزال التيار المتراوح الذي طوره تيسلا هو النموذج القياسي المستعمل اليوم ولكن بعد أن تم تسجيل براءة اختراع باسمه تقدم علماء آخرون للحصول على الفضل بهذا الاختراع زعيمين أنهم هم الذين أرسوا له أسسه فضع اسم تيسلا في خضم هذا النزاع والتزاحم وصار عامة الناس يربطون الاختراع باسم وستينغ هاوس نفسه وبعد سنة اشتبك وستينغ هاوس في قضية استيلاء على شركته بعرض قدمه جون بيربونت مورغان الذي جعله يلغي عقد الحصة المحترمة من الأرباح الذي كان قد وقعه مع تيسلا وأوضح وستينغ هاوس لذلك العالم أن شركته لن تعيش إذا اضطرت إلى دفع الأرباح له بكاملها وأقنع تيسلا أن يقبل ببيع براءة اختراعه كلها بمبلغ مئتين وستة عشر ألف دولار وهذا مبلغ كبير بلا شك ولكنه أقل بكثير من قيمته الحقيقية أنذاك وهي 12 مليون دولار وهكذا قام الممول بسلب تيسلا وتجريده من الثروة ومن براءات الاختراع وبصورة جوهرية من الفضل في أعظم اختراع أنجزه تيسلا في حياته العملية إن اسم غوغليلمو ماركوني سيظل إلى الأبد مرتبطا باختراع المذيع ولكن قليلين فقط يعرفون أنه في إنتاج هذا الاختراع أذاع إشارة عبر القنال الإنجليزي في سنة 1899 كان يستعمل اختراعا سجله تيسلا منذ سنة 1897 وأن عمل ماركوني قد اعتمد على بحوث تيسلا ومرة أخرى لم يتلقى تيسلا مالا ولا فضلا معنويا فقد اخترع تيسلا محرك توصيل وكذلك جهاز التيار المتناوب مما يجعله الأبى الحقيقي للمذيع ومع ذلك لا تحمل أي من هذه المكتشفات اسمه وقد عاش وسط الفقر في شيخوخته وفي سنة 1917 أثناء سنواته الأخيرة في الفقر قيل له إنه سوف يتلقى ميدالية أديسون من المحهد الأمريكي للمهندسين الكهربائيين فرفض تيسلا تلك الميدالية وقال إنكم تقترحون تكريمي بميدالية أستطيع أن أنصقها على سترتي وأتبختر بها ساعة من الغرور الفارغ أمام أعضاء معهدكم إنكم تزركشون جسدي وتجيعون ذهني ومنتجاته الخلاقة برفضكم الاعتراف به رغم أن منتجاته هي التي قدمت الأساس الذي يقوم عليه القسم الأكبر من محهدكم التفسير يحتضن كثيرون وهما بأن العلم نظرا لتعامله مع الحقائق يترفع عن المنافسات الصغيرة الحقيرة التي تعكر صف باقي أنحاء العالم وكان نيغولا تيسلا واحدا من أولئك الواهمين فقد كان يعتقد أن العلم لا علاقة له بالسياسة وزعم أنه لا يهتم بالشهرة والثراء وعندما طعن في السن قامت تلك الأفكار بتدمير عمله العلمي وربما أن اسمه لم يرتبط بأي اكتشاف معين فإنه لم يستطع أن يجتذب لأفكاره العديدة أي مستثمرين وبينما كان غارقا في التفكير في اختراعات عظيمة سرق الآخرون براءات مقترعاته التي كان قد طورها فعلا وحصلوا منها على المجد لأنفسهم أراد أن يفعل كل شيء وحده ولكنه لم يزد على أن أرهق نفسه وأفقرها في هذه العملية وكان أديسون هو القطب النقيض لتيسلا ولم يكن مفكرا علميا أو مخترعا كبيرا وقد قال ذات مرة إنه لا يحتاج إلى أن يكون رياضيا لأنه يستطيع أن يستأجر أعالم رياضيات دائما كانت تلك هي طريقة أديسون الرئيسة كان في الواقع تاجرا وناشرا يفتش عن الاتجاهات والفرص الموجودة على الساحة فيعثر عليها ثم يستأجر أفضل ما هو موجود منها في الميدان ليقوم صاحبها بالعمل له وكان يسرق من منافسيه إذا اضطر إلى ذلك ومع ذلك فإن اسمه معروف أكثر بكثير من اسم تيسلا ومرتبط باختراعات أكثر كذلك فالدرس هنا مزدوج إذن أولا إن الفضل في الاختراع أو الخلق يعادل في الأهمية الاختراع نفسه إن لم يتفوق عليه إن عليك أن تضمن نسبة الفضل لنفسك وتمنع الآخرين من سرقته أو من الصعود على أكتافك بالانتفاع من عملك الشاق ولتحقيق ذلك يتعين عليك أن تظل دائما يقضا وبلا رحمة وأن تكتم اختراعك بهدوء حتى تتأكد من عدم وجود نسور تعيش على الجيف محلقة فوق رأسك وثانيا تعلم أن تستفيد من عمل الآخرين لتعزيز تقدم قضيتك أنت فالزمن نفيس والحياة قصيرة فإذا حاولت أن تقوم بكل شيء وحدك فسترهق نفسك حتى التمزق وتهدر طاقتك وتحرق نفسك حتى الانتفاع وأفضل من ذلك بكثير أن توفر قواك وتنقض على العمل الذي أنجزه الآخرون وتجد طريقة لجعله ملكا لك الجميع يسرقون في التجارة والصناعة ولقد سرقت أنا بنفسي الكثير ولكنني أعرف كيف أسرق مفاتيح السلطة إن عالم السلطة يتحرك بآلية الغابة ففيه الذين يعيشون بالصيد والقتل وهناك أيضا أعداد هائلة من المخلوقات كالضباع ونصور الجيف التي تعتاش من صيد الآخرين وهذه الفئة الأخيرة وهي الأنماط الأقل خيالا غالبا ما تكون عاجزة عن القيام بالعمل الجوهري لخلق السلطة غير أنها تعرف منذ وقت مبكر أنها إذا انتظرت وقتا كافيا فإنها تستطيع دائما أن تجد حيوانا آخر يقوم بالعمل نيابة عنها فلا تكن ساذجا ففي اللحظة نفسها التي تتعب فيها نفسك بالعمل في مشروع ما هناك نسور جوارح تحوم فوقك محاولة أن تجد طريقة تعتاش فيها من عملك الخلاق بل وتزدهر وتنتعش من تطفولها عليه وليس من المفيد التدمر من ذلك أو إنهاك نفسك من الشعور بالمرارة كما فعل تيسلا وأفضل من ذلك أن تحمي نفسك وتشارك في اللعبة وعند ترسيخ قاعدة لصنطتك فانتصبح أنت نفسك من النسور الجوارح ووفر على نفسك كثيرا من الوقت والجهد والطاقة ومن قطبي هذه اللعبة يمكن تجسيد إحداهما بمثل المستكشف فاسكو نونيز دي بالبو الذي كان مسكونا بهاجس اكتشاف آل دواردو المدينة الأسطورية ذات الثراء الذهبي الفاحش ففي أوائل القرن السادس عشر وبعد مشقات لا حصر لها واحتكاكات بالموت وجد أدلة على إمبراطورية عظيمة وغنية إلى الجنوب من المكسيك فيما يعرف اليوم باسم بيرو واعتقد أنه سوف يجعل من نفسه هيرناندو كورتيز آخر بغزو هذه الإمبراطورية الإنكا والاستلاء على ذهبها وكانت المشكلة أنه عندما قام بذلك الاكتشاف انتشرت أخباره بين مئات من الغزاة الآخرين ذلك أنه لم يفهم أن نصف اللعبة يكمن في إبقائها طي الكتمان والاحتراس ممن حوله بشدة وبعد بضع سنوات من اكتشافه لموقع إمبراطورية الإنكا قام واحد من جنود جيشه نفسه هو فرانسيسكو بيزارو بالمساعدة على قطع رأسه بتهمة الخيانة ثم استولى بيزارو هذا على ما قضى بالبو سنوات عديدة من عمره في محاولة اكتشافه أما القطب الآخر في اللعبة فهو يعود للفنان بيتر بول روبينز الذي وجد نفسه في وقت متأخر من حياته العملية غارقا في طوفان من طلبات رسم اللوحات فخلق نظاما استخدما في استوديو الرسم الكبير عشرات من الفنانين البارزين الذين كان أحدهم مختصا برسم الثياب وآخر برسم الأرضية الخلفية وهكذا فأوجد روبينز منهم خطا كبيرا للإنتاج تم العمل فيه على لوحات كبيرة العدد في الوقت نفسه وعندما كان زبون مهم يزور الاستيديو كان روبينز يطرد منه رساميه المستأجرين طيلة ذلك اليوم وبينما كان الزبون يشاهد ما يجري من على الشرفة ينهمك روبينز في العمل بسرعة لا تصدق وبطاقة لا تصدق فيغادر الزبون وقد امتلأ هيبة لهذا الرجل الهائل القادر على رسم هذا العدد من التحف والروائع بمث هذا الوقت القصير هذا هو جوهر القانون تعلم كيف تجعل الآخرين يعملون لأجلك بينما تحصل أنت على الفضل وعندئد ستظهر وكأنك ذو قوة وسلطة شبه إلهيتين وإذا كنت تعتقد أن من المهم أن تقوم بالعمل كله بنفسك فلن تذهب بعيدا بل ستعاني مصير أمثال بالبو وتيسلا في هذا العالم اعثر على أناس لديهم المهارات والقدرات الخلاقة التي تنقصك فإما أن تستأجرهم بينما تضع اسمك فوق أسمائهم أو اعثر على طريقة تقض بها عملهم وتنتحله لنفسك وهكذا تصبح قدرتهم ملكا لك فتظهر أمام العالم كأنك عبقري وهناك تطبيق آخر لهذا القانون لا يتطلب الاستخدام الطفيلي لعمل معاصريك استخدم الماضي فهو مستودع ضخم من المعرفة والحكمة وقد كان إسحاق نيوتين يسمي ذلك الوقوف على أكتاف العمالقة وكان يقصد أنه في اكتشافاته كان يبني على منجزات الآخرين وكان يعرف أن قسما كبيرا من هالة العبقرية المحيطة به يمكن نسبته إلى مقدرته الذكية على الاستفادة القصوى من بصيرة الذين سبقوه من علاماء العصر القديم والعصور الوسطى وعصر النهضة وكان شيكسبير يقتبس حبكات روائية وشخصيات بل وحوارا من بلوتارخ من بين كتاب آخرين لأنه كان يعلم أنه لا أحد يتفوق على بلوتارخ في كتابة الملاحظات النفسية الحاذقة والأقوال الضريفة والذكية كم كتابا اقتبسوا بدورهم أو سرقوا وانتحلوا من شيكسبير فيما بعد إننا نعلم جميعا قلة عدد ساسة هذه الأيام الذين يكتبون خطبهم بأنفسهم فكلماتهم ليس من شأنها أن تكسبهم صوتا واحدا فبلغتهم وفطنتهم وحضور بديهتهم أو ما هو موجود منها إنما يدينون بها لكتاب الخطاب فهناك أناس آخرون يقومون بالعمل بينما يحصل أولئك الساس على الفضل وإن معكوس هذه المقولة هو أن هذه سلطة متاحة لكل شخص تعلم كيف تستخدم معرفة الماضي وسوف تبدو كعبقري حتى عندما لا تكون في الحقيقة أكثر من مقتبس إن الكتاب الذين غاصوا في عمق تفاصيل الطبيعة البشرية وأساتدة التخطيط القدامى ومؤرخي غباء البشر وحماقتهم والملوك والملكات الذين تعلموا من خلال الصعوبة والمعاناة كيف يصرفون أعباء السلطة كل هذه المعرفة يتجمع عليها الغبار على الرفوف وأصحابها بانتظارك كي تأتي لتقف على أكتافهم ففطنتهم وتعابيرهم الذكية يمكن أن تصبح ملكا لك وبراعتهم يمكن أن تصير براعتك ولن يأتوا ليخبروا الناس أن أسلوبك مستعار منهم وليس أصيلا يمكنك أن تشق طريقك في الحياة بصعوبة مرتكبا أخطاء لا نهاية لها مضيعا الوقت والطاقة في محاولة عمل الأشياء من تجربتك الخاصة أو يمكنك استخدام جيوش الماضي ولقد قال باسمارك ذات مرة يقول الحمقى إنهم يتعلمون بالتجربة أما أنا فأفضل التعلم من تجارب الآخرين صورة نصر الجيف من بين كل المخلوقات في الغابة فإن حياته هي الأسهل إذ أن العمل الشاق الذي يقوم به الآخرون يصبح عمله وفشلهم في البقاء يصبح غذاءه ابقي عينيك مفتوحتين على النصر إذ أنه يحوم فوقك بينما أنت منهمك في عملك الشاق فلا تقتل بل شارك الشاهد هناك الكثير مما ينبغي معرفته والحياة قصيرة والحياة ليست حياة بدون معرفة ولذا فإنها نصيحة ممتازة أن تحصل على المعرفة من كل الناس وهكذا فإنك تكسب من عرق جبين الآخرين صمعة تجعلك عرافا بلثازار غريتسيان 1601-1658 الانقلاب هناك أوقات لا يكون فيها أخذ الفضل عن العمل الذي قام به الآخرون سلوكا حكيما فإذا لم تكن صنطتك راسخة بدرجة كافية فإنك ستظهر بمظهر من يدفع الناس عن الأضواء ولكي تكون مستغلا لامعا للموهبة يجب أن يكون مركزك ثابتا لا يتزعزع وإلا فسوف تتهم بالخداع تأكد متى يكون السماح للآخرين بالمشاركة في الفضل مساهما في خدمة أغراضك ومن المهم على وجه الخصوص أن لا تكون طماعا عندما يكون هناك سيد أو أستاذ فوقك كانت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى جمهورية الصين الشعبية فكرته هو في الأصل ولكنها ما كانت لتنجح وتتحقق لولا دبلوماسية هنري كيسينجر البارعة ومع ذلك فعندما حان وقت أخذ الفضل ترك كيسينجر نيكسون بحذق يحصل على حصة الأسد ذلك أنه كان يعلم أن الحقيقة ستظهر في وقت لاحق ولذا كان مهتما بعدم تعريض موقفه للخطر على المدى القصير عن طريق اقتطاع ما هو أكبر من حصته من الأضواء وهكذا لعب كيسينجر لعبته بخبرة فأخذ الفضل عن العمل الذي قام به مرؤوسه بينما أعطى الفضل عن جهوده هو لمن هم أعلم وفعل ذلك بصورة لبقة وهذه هي طريقة ممارسة اللعبة القانون ثمانية اجعل الآخرين يأتون إليك واستعمل طعما عند الضرورة الحكم عندما ترغم الآخرين على التصرف تكون أنت المسيطر ومن الأفضل دائما أن تجعل خصمك يأتي إليك متخليا عن خططه الخاصة أثناء مجيئه اغره بمكاسب خرافية ثم شن هجومك إذ أنك تملك الأوراق مراعاة القانون في مؤتمر فيينا سنة 1814 تجمعت القوى الكبرى في أوروبا لاقتسام بقايا إمبراطورية نابليون التي سقطت كانت المدينة مليئة بالمرح وكانت حفلاتها أروع ما شهدته الذاكرة غير أن شبح نابليون نفسه كان يحوم حول هذه الإجراءات فبدلا من إعدامه أو نفيه إلى مكان بعيد أرسله إلى جزيرة إيلبا غير البعيدة عن ساحل إيطاليا وحتى في السجن على الجزيرة فإن رجلا جريئا وخلاقا مثل نابليون بونابرت كان يجعل كل شخص عصبيا فتآمر النمساويون لقتله على جزيرة إيلبا ولكنهم قرروا أن في ذلك مخاطر أكثر من اللازم أما قيصر روسيا المزاجي أليكسندر الأول فقد رفع درجة القلق عندما فجأ المؤتمر بنوبة فعال بعد أن حرمه المؤتمرون من قطعة من بولندا فصرخ مهددا إحذروا سأطلق الوحوش وعرف الجميع أنه يقصد نابليون ومن كل رجال السياسة المجتمعين في فيينا كان الوحيد الذي ظل هادئا وغير مهموم هو تاليران وزير خارجية نابليون الأسبق فقد بدى وكأنه يعرف شيئا لا يعرفه الآخرون وفي هذه الأثناء كانت حياة نابليون على جزيرة إيلبا تقليدا ساخرا لمجده السابق فقد سمح له باعتباره ملك إيلبا بتشكيل بلاط فكان هناك طباخ مسؤولة عن خزانة الملابس وعازف بيان ورسمي وحفنة من رجال الحاشية وكان ذلك كلهم مصمما لإذ ذال نابليون وبدأ أنه يفعل فعله فيه غير أن ذلك الخريف شهد سلسلة من الأحداث فيها من الغرابة والتضارب المفاجئ ما يجعلها كأنها منتزعة من نص رواية مسرحية فقد أحيطت إيلبا بالسفن الحربية البريطانية المصوبة مدافعها إلى جميع نقاط الخروج الممكنة ومع ذلك قامت سفينة على متنها تسعمائة رجل وفي وضح النهار بالتقاط نابليون والإقلاع به في البحر في السادس والعشرين من شوباط فبراير سنة الف وثمانمائة وخمس عشر وطارد الإنجليز السفينة ولكنها أفلتت وقد ذهل الناس في طول أوروبا وعرضها من هذا الهرب الذي كان مستحيلا تقريبا وأصيب الساسة في مؤتمر فيين بالذعر ورغم أنه كان من الأسلم مغادرة أوروبا فقد اختار نابليون العودة إلى فرنسا ولم يكتفي بذلك بل رفع المراهنات بالزحف على باريس في جيش ضئيل على أمل استعادة العرش وفعلت خطته فعلها فارتم على قدميه الناس من كل الطبقات وهرع جيش يقوده المشير ناي من باريس للقبض على نابليون ولكن الجنود عندما رأوا قائدهم المحبوب السابق انقلبوا إلى صفه وأعلن نابليون إمبراطورا مرة أخرى وتضخمت صفوف جيشه الجديد بالمتطوعين واجتاح الهوس البلاد وفي باريس صار حماس الجمهور جنونيا متوحشا وهرب من البلاد الملك الذي كان قد حل ما حل نابليون واطلة المئة يوم التالية حكم نابليون فرنسا غير أن الدوار سرعان منحصر كانت فرنسا مفلسة وقد نضبت مواردها تقريبا ولم يكن نابليون قادرا على أن يفعل شيئا يذكر إزاء هذا الوضع وفي معركة واترلو في حزيران يونيو من ذلك العام 1815 اندحر نابليون في آخر الأمر إلى الأبد وفي هذه المرة كان أعدائه قد تعلموا الدرس فنفوه إلى جزيرة سانت هيلانا القاحلة على مبعدة من ساحل أفريقيا الغربية فهناك لم يعد له أمل بالهرب التفسير لم يصلت الضوء على هرب نابليون المفاجئ من إلبا إلا بعد سنوات فقبل أن يقرر أن يحاول القيام بهذه الحركة الجريئة كان زواره قد أخبروه أن شعبيته في فرنسا ما تزال كبيرة كما كانت وأن البلد سيحتضنه مرة أخرى وكان من بين أولئك الزوار الجنرال النمسوي كلولار الذي أقنع نابليون بأنه إذا هرب فإن القوى الأوروبية بما فيها إنجلترا سترحب به في السلطة وقيل له همسا بأن الإنجليز سيتركونه يغادر وبالفعل فقد حدث هربه عند العصر وعلى مرءا كامل من مناظير التجسس الإنجليزية غير أن ما لم يعرفه نابليون هو أنه كان هناك رجل يقف وراء ذلك كله يجتذب الخيطان ويشدها وأن هذا الرجل هو وزيره الأسبق تاليران وكان تاليران يفعل هذا كله لا ليعيد أيام المجد بل ليسحق نابليون مرة أخيرة إلى الأبد كان تاليران يعتبر طموح الإمبراطور يطيح باستقرار أوروبا ولذلك كان قد انقلب عليه منذ زمن طويل وعندما نفي نابليون إلى إلبا احتج تاليران وجادل في أن نابليون ينبغي إبعاده أكثر وإلا فإن أوروبا لن تعرف السلام ولكن لم يستمع إليه أحد وبدلا من الإصرار على هذا الرأي قرر أن ينتظر الوقت المناسب وفي صبر وهدوء راح يعمل حتى يكسب إلى جانبه كل من كسيري ومترينغ وزيري خارجية إنجلترا والنمسا فعمل ثلاثة معا على تقديم طعم أقنع نابليون بالهرب وحتى زيارة كلولار كي يهمس في أذن المنفي عن المجد المرتقب كان جزءا من الخطة ومثل الأستاذ المتقن للعبة الورق خطط تاليران لكل شيء سلفا وكان يعرف أن نابليون سيسقط في الفقه المنصوب له وتنبأ بأن نابليون سيقود فرنسا إلى حرب ولكنها حرب لن تستغرق سوى أشهر قليلة نظرا لأن فرنسا كانت ضعيفة منهكة وقال دبلوماسي النمسوي كان يعرف أن تاليران يقف وراء هذا كله لقد أضرم النار في البيت كي ينقذه من الطاعون عندما أضعوا الطعم للغزال لا أطلقوا النار على أول جذر يأتي ليتشمم بل أنتظروا حتى يتجمع القطيع كله أوتوفوك بسمارك 1815-1898 مفاتيح السلطة كم مرة تكرر هذا المشهد في التاريخ زعيم عدواني يبادر إلى سلسلة من الحركات الجريئة التي تبدأ بإيصاله إلى سلطة كبيرة غير أن هذه السلطة تصل إلى قمتها ببطء وسرعان ما ينقلب عليه كل شيء فيتحد أعداؤه العديدون ويحاول الحفاظ على سلطته فينهك نفسه في التحرك في هذا الاتجاه وذاك ثم يسقط حتما والسبب في هذا النمط هو أن الشخص العدواني نادرا ما يكون مسيطرا على زمام الأمور تماما فلا يستطيع أن يرى سلفا أكثر من حركتين ولا يستطيع أن يرى عواقب حركته الجريئة هذه أو تلك وبما أنه مرغم على إبداء رد فعل باستمرار إذا أتحركات حشود أعدائه الآخذة في التنامي بالطراض ورد فعل على العواقب غير المرئية لأفعاله المتسرعة نفسها فإن طاقته العدوانية تقلب عليه في مملكة السلطة ينبغي عليك أن تسأل نفسك ما هو الهدف من المطاردة هنا وهناك في محاولة حل مشاكل ودحر أعدائي إذا لم أشعر أبدا أنني مسيطر على الأمور ولماذا أنا مضطر إلى إبداء رد فعل على الأحداث بدلا من توجيهها والجواب بسيط إن فكرتك عن السلطة خاطئة لقد أخطأت في اعتبارك الفعل العدواني فعلا مؤثرا وفي أغلب الحالات يكون أكثر الأفعال تأثيرا هو الانتظار والمحافظة على رباطة الجأش وتبطيط الآخرين وإحباطهم بالمصايد التي تنصبها لهم مراهنا على السلطة في المدى البعيد بدلا من نصر سريع تذكر إن جوهر السلطة هو المحافظة على زمام المبادرة وترك الآخرين يبدون ردود فعل على تحركاتك أنت وإبقاء خصومك والذين حولك متخذين وضع الدفاع فعندما تجعل الآخرين يأتون إليك فإنك تصبح فجأة أنت المسيطر على الوضع ومن يملك السيطرة يملك السلطة ويجب أن يحدث أمرا كي يتم إيصالك إلى هذا المركز عليك أنت أن تتحكم في عواطفك وأن لا تتأثر بالغضب قط ولكن عليك في هذه الأثناء أن تستغل ميل الناس إلى ردود الفعل الغاضبة عندما يستفزون ويضايقون وعلى المدى البعيد فإن قدرتك على جعل الآخرين يأتون إليك هي سلاح أقوى من أي أداة للعدوان أدرس كيف قام تاليران أستاذ هذا الفن بممارسة هذه القدعة الدقيقة فأولا تغلب على حافز محاولة إقناع زملائه من رجال السياسة أنهم بحاجة إلى نفي نابليون إلى مكان بعيد إنه لمن الطبيعي أن ترغب في إقناع الناس عن طريق عرض قضيتك عليهم وفرض إرادتك بالكلمات ولكن ذلك غالبا ما ينقلم ضدك لم يكن إلا قليلون من معاصري تاليران يعتقدون أن نابليون ما زال يشكل تهديدا بحيث أن تاليران لو صرف كثيرا من الطاقة في محاولة إقناعهم لجعل نفسه يبدو أحمقا وبدلا من ذلك لجم عواطفه ولسانه والأهم من ذلك كله أنه نصب لنابليون فخا حلوا لا يقاوم كان يعرف نقطة ضعف الرجل واندفاعه الطائش وحاجته إلى المجد وحب الجماهير فاستغل ذلك أفضل استغلال وعندما اتجه نابليون إلى الطعم لم يكن هناك خطر في أنه قد ينجح ويقلب الموائد على تاليران الذي كان يعرف أفضل من جميع حالة فرنسا المنهكة النابضة وحتى لو تمكن نابليون من التغلب على هذه المصاعب فإن احتمال نجاحه سيكون أكبر لو كان قادرا على اختيار زمان فعله ومكانه ولقد أخذ تاليران الزمان والمكان بيديه عندما أجد نصب الفق بطريقة صحيحة إن لدينا جميعا طاقة محدودة وهناك لحظة تكون طاقتنا فيها في أوجها فعندما تجعل الشخص الآخر يأتي إليك فإنه يتعب نفسه حتى الإرهاق مبددا طاقته في رحلته هذه في سنة 1905 كانت روسيا واليابان في حالة حرب ولم يكن اليابانيون قد بدأوا بتحديث سفنهم الحربية إلا قبل ذلك بزمن يسير بحيث أن الروس كان لديهم أسطول أقوى ولكن المشير الياباني طوغه يشيرو نشر معلومات زائفة استدرج بها الروس إلى مغادرة أحواضهم في بحر البنطيق وجعلهم يعتقدون أنهم قادرون على محق الأسطول الياباني بهجمة كاسحة سريعة واحدة ولم يكن الأسطول الروسي قادرا على الوصول إلى اليابان بأسرع الطرق عبر مضيق جبل طارق ثم قناة سويس إلى المحيط الهندي لأن هذه كانت تحت السيطرة البريطانية وكانت اليابان حليفة لبريطانيا العظمى وهكذا أضطر الروس إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أضاف أكثر من ستة آلاف ميل إلى رحلتهم وعند عبور الأسطول برأس الرجاء الصالح نشر اليابانيون قصة زائفة أخرى زعموا أنهم قد أبحروا لشن هجوم معاكس وهكذا قام الروس برحلتهم كلها إلى اليابان وهم على أهبة الاستعداد للقتال وعند وصولهم كان بحارتهم متوترين ومرهقين ومتعبين من عملهم الشديد المشقة بينما كان اليابانيون في انتظارهم وهم مرتاحون وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة لغير صالح اليابانيين ونقص تجربتهم في حروب الأسطيل الحديثة فقد سحقوا الروس ومن الفوائد الإضافية لجعل الخصم يأتي إليك كما اكتشف اليابانيون في نزاعهم مع الروس أن ذلك يرغمه على العمل في منطقتك ووجوده على أرض معادية يجعله عاصبيا وكثيرا ما يتسرع في عمله ويرتكب الأخطاء ومن أجل المفاوضات والاجتماعات فإن من الحكمة دائما أن تستدرج الآخرين إلى منطقتك أو إلى المنطقة التي تختارها فلديك مرتكزاتك بينما هم لا يرون شيئا مألوفا من حولهم وقد وضعوا بذكاء خفي في موقف الدفاع إن التلاعب المناورة لعبة خطرة فما أن يشعر شخص ما بأنه عرضة للتلاعب حتى تصبح السيطرة عليه أصعب وأصعب ولكن عندما تجعل خصمك يأتي إليك فإنك تخلق لديه وهما بأنه هو المسيطر على الوضع فلا يشعر بالخيوط التي تتجاذبه تماما كما تخيل نابليون أنه هو الممسك بزمام هربه الجري وعودته إلى السلطة إن كل شيء يعتمد على حلاوة طعمك فإن كان فخك جذابا بما فيه الكفاية فإن الطراب عواطف أعدائك ورغباتهم سوف يعميهم عن الحقيقة وكلما ازداد طمعهم زادت سهولة اقديادهم كان داليان درو قطب اللصصية الكبير في القرن التاسع عشر أستاذا في المضاربة في سوق الأسهم والسندات المالية وعندما كان يريد أن يباع سهم معين أو يشترى برفع الأسعار أو تخفيضها لا يلجأ إلى النهج المباشر إلا ناديرا وكانت إحدى خدعه أن يهرع عبر ناد نقبوي متميز بالقرب من وولد سريت في طريقه إلى السوق كما يظهر بوضوح وهو يستخرج منديله الأحمر المزركش المحهود ليمسح به عرق جبينه ثم تسقط من ذلك المنديل قصاصة ورق يتظاهر بأنه لم يلاحظها وكان أعضاء النادي يحاولون دائما أن يتنبأ بتحركات درو فينقضون على الورقة التي كانت تحوي دائما معلومات داخلية عن السوق وهكذا تنتشر الإشاع فيشتري الأعضاء الأسهم أو يبيعونها زرافات وبذلك يتصرفون كما يريد درو على أفضل وجه إذا كنت قادرا على جعل الناس يحفرون قبورهم بأيديهم فلماذا تعرق جبينك؟ إن النشالين يستفيدون من ذلك على أفضل وجه فمفتاح نشل جيب ما هو معرفة الجيب الذي فيه المحفظة وكثيرا ما يجتهد النشالون الخبراء في ممارسة مهنتهم في محطات القطارات وغيرها من الأماكن التي فيها يافطات تعلن بوضوح يحذروا النشالين فالمرة الذين يرون هذه اليافطات لابد أن يتحسسوا مكان المحفظة للتأكد من أنها ما زالت في مكانها وبالنسبة للنشالين الذين يراقبون الناس كانت العملية تشبه إطلاق النار على سمك في برميل بل لقد عرف عن النشالين أنفسهم تعليق مثل هذه اليافطات ليضمنوا نجاحهم وعندما تجعل الناس يأتون إليك فإن من الأفضل أحيانا أن تجعلهم يعرفون أنك تلوي أيديهم فتتخلى عن الخداع من أجل التعامل بالتلاعب العلني وينتج عن ذلك تشعوبات نفسية عميقة فالشخص الذي يجعل الآخرين يأتون إليه يظهر قويا ويفرض عليهم احترامه كان فيليبو برون ليتشي الفنان والمعماري العظيم في عصر النهضة ممارسا كبيرا لفن جعل الناس يأتون إليه كعلامة على قوة نفوذه وقد استخدم في إحدى المناسبات لتصليح قبة كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري في فلورانسا وكان هذا التكليف هاما ودالا على امتياز وحظوة ولكن عندما استأجر موظف المدينة رجلا ثانيا هو لورينزو غيبريتي ليعمل مع برون ليتشي انغمس الفنان العظيم في التفكير سرا وهو مكتائب كان يعلم ان غيبريتي حصل على الوظيفة من خلال اتصالاته وانه لم يقم بشيء من العمل ومع ذلك سيحصل على نصف الفضل وفي لحظة حرجة من البناء اذا اصيب برون ليتشي فجأة بمرض غامض فاضطر الى وقف العمل ولكنه اشار الى موظفي المدينة انهم قد استأجروا غيبريتي الذي يجب ان يكون قادرا على متابعة العمل وحده وسرعان ما اتضح ان غيبريتي لا فائدة منه وجاء الموظفون الى برون ليتشي متوسلين فتجاهلهم مصرا ان على غيبريتي ان يكمل العمل حتى ادركوا المشكلة في اخر الامر فطردوا غيبريتي وبمعجزة ما استعاد برون ليتشي عفيته في غضون ايام فلم يضطر الى اظهار نوبة غضب او تصرف بحماقة بل مارس ببساطة فن جعل الاخرين يأتون اليك اذا نجحت في مناسبة ما في جعل مجيء الاخرين اليك مسألة كرامة ونجحت في ذلك فانهم سيستمرون في المجيء حتى بعد ان تتوقف عن محاولة اجتلابهم صورة فخ الدب المحل بالعسل ان صياد الدب لا يطارد فارسته ان الامساك بالدب الذي يعرف انه مطارد يكاد يكون مستحيلا وهو شرس اذا حصر وبدلا من ذلك ينصب الصياد له فخا فيه طعم من العسل فلا يرهق نفسه ولا يخاطر بحياته في مطارده بل يضع الطعم ثم ينتظر الشاهد ان المحاربين الجيدين يجعلون الاخرين يأتون اليهم ولا يذهبون الى الاخرين وهذا هو مبدأ الفراغ والامتلاء للاخرين وللنفس فعندما تقنع خصومك بالمجيء اليك تكون قوتهم فارغة وما دمت لا تذهب اليهم فان قوتك تكون مليئة دائما ان مهاجمة الفراغ بالامتلاء تشبه رمي الحجارة على البيض جانجيو معلق من القرن الحادي عشر حول فن الحرب الانقلاب رغم ان السياسة الاكثر حكمة هي جعل الاخرين يرهقون انفسهم في مطاردتك فان هناك حالات معاكسة حيث تؤدي ضربة عدوانية مفاجئة للعدو الى تحطيم روحه المعنوية الى درجة تجعل قواه تخور فبدلا من جعل الاخرين يأتون اليك تذهب انت اليهم وتفرد الامر عليهم وتأخذ زمام القيادة فالهجوم السريع يمكن ان يكون سلاحا رهيبا لانه يرغم الشخص الاخر على ابداء رد فعل دون اعطائه وقتا ليفكر او يخطط وبدون وقت للتفكير يرتكب الناس اخطاء في الحكم ويضطرون الى اتخاذ موقف الدفاع وهذه الخطة هي عكس خطة الانتظار ونصب الطعم ولكنها تخدم الغرض نفسه اذ انك تجعل العدو يستجيب حسب شروطك ان رجالا مثل سيزار بورجية ونابليون قد استخدموا انصر السرعة ليرهبوا ويسيطروا فالحركة السريعة غير المتوقعة تثير الرعب وتحطم المعنويات وعليك ان تختار اساليب عملك اعتمادا على مختضيات الموقف فاذا كان الزمن الى جانبك وانت تعلم انك واعداءك متساوون في القوة على الاقل فعندئذ اجعل قوتهم تنضب بجعلهم يأتون اليك اما ان كان الزمن ضدك وكان اعداءك اضعف منك فان الانتظار لينتج عنه سوى اعطائهم الفرصة لاسترداد عافيتهم فلا تعطهم مثل هذه الفرصة اضرب بسرعة وليجدوا مكانا يذهبون اليه وكما قال الملاكم جولويس انه يستطيع ان يهرب ولكنه لا يستطيع ان يختبه القانون تسعة اكسب من خلال اعمالك وليس من خلال النقاش ابدا الحكم ان اي انتصار خطف تظن انك حققته عن طريق النقاش انما هو في الحقيقة انتصار بوريوسي باهد الثمن جدا اذ ان الغضب والضغين اللدين تتيرهما اقوى وابقى من اي تعبير سريع ومؤقت في الرأي وان من الاقوى لك بكثير ان تجعل الاخرين يتفقون معك من خلال اعمالك دون ان تقول كلمة واحدة اعطي المثل العملي وليس التفسير الكلامي انتهاك القانون في سنة 131 قبل الميلاد كان القنصل الروماني بوليوس كراسوس دايفز موشيانوس يحاصر المدينة الاغريقية بارغاموس فوجد نفسه في حاجة الى مدك ضارب يخترق اسوار المدينة وكان قد رأى قبل بضعة ايام صاريين ثقيلين ضخمين في حوض للسفن في اثنة فامر بارسال اكبرهما اليه في الحال وشعر المهندس العسكري الذي تلقى ذلك الامر في اثنة ان القنصل في الحقيقة يريد الصاري الاصغر ودخل في جدل لا ينتهي مع الجنود الذين نقلوا اليه الطلب وقال لهم انه كلما كان الصاري اصغر كان انسب للمهمة المطلوبة بل ان عملية نقله ستكون اسهل وحذر الجنود المهندس بان سيدهم رجل لا يتحمل الجدل ولكنه اصر على ان الصاري الاصغر هو الوحيد الذي سيعمل مع الة كان يبنيها لتركب معه ورسم لهم مخططا بيانيا بعد مخطط وذهب الى حد القول بانه هو الخبير وان الجنود جهلة لا يعرفون عما يتحدثون ولكن الجنود كانوا يعرفون قائدهم فاقنع المهندس في اخر الامر ان من الافضل له ان يبتلع خبرته ويطيع غير ان المهندس فكر في الموضوع اكثر بعد مغادرتهم فسأل نفسه ما الفائدة من اطاعة امر سيؤدي الى الفشل وهكذا ارسل الصاري الاصغر وهو على ثقة بان القنصل سيرى كم هو فعال اكثر ويكافئه على ذلك بطريقة عادلة وعندما وصل الصاري الاصغر طلب موشانوس من جنوده تفسيرا فوصفوا له كيف دخل المهندس معهم في جدل لا ينتهي لصالح الصاري الاصغر ولكنه وعد في النهاية ان يرسل الاكبر فاستشاط موشانوس غضبا ولم يستطع ان يركز على الحصار او يفكر في اهمية خرق الاصوار قبل ان تتلقى المدينة تعزيزات وكان كل ما استطاع ان يفكر به هو المهندس الوقح الذي امر باحضاره اليه على الفور وعندما وصل المهندس بعد بضعة ايام شرح للقنصل بسرور مرة اخرى اسباب تفضيله للصاري الاصغر واستمر في ذلك طويلا مستخدما الحجج نفسها كما طرحها على الجنود وقال ان من الحكمة الاستماع الى الخبراء في هذه الامور وانه اذا حاول القنصل شن الهجوم بالمدك الضارب الذي ارسله اليه فليندم على ذلك واتركه موشانوس ينتهي من جدله ثم امر به فجرد من ثيابه امام الجنود ثم ضرب وعدب بالعصي حتى مات التفسير كان المهندس الذي لم يسجل التاريخ اسمه قد امضى حياته في تصميم الصواري والاعمدة وكان محترما باعتباره افضل مهندس في مدينة برزت وابدعت في العلم وكان يعرف انه على حق فالمدك الاصغر من شأنه ان يسمح بسرعة اكبر ويحمل قوة اكثر وكان واثقا بالطبع ان القنصل سيقتنع بمنطقه ويفهم في اخر الامر ان العلم محايد وان العقل له التفوق لان الشيء الاكبر ليس هو الافضل بالضرورة فكيف يمكن للقنصل ان يصر على جهله اذا عرض عليه المهندس رسوما بيانية مفصلة وشرح النظريات التي تقف خلف نصيحته كان المهندس العسكري تجسيدا للخلاصة المثالية للمجادل وهو نوع او طراز من الناس يوجد بين ظهرانينا في كل مكان فالمجادل لا يفهم ان الكلمات ليست محايدة وانه بالمجادلة مع رئيس اعلى منه يطعن في ذكاء شخص ذي سلطة اقوى منه كما انه لم يكن على وعي بالشخص الذي يتعامل معه وبما ان كل انسان يعتقد انه على حق ونادرا ما تقنعه الكلمات بعكس ذلك فان المحاكمة المنطقية للمجادل تقع على اذان صمع وعندما يحشر المجادل في زاوية فانه لا يفعل شيئا سوى المزيد من المجادلة وبذلك يحفر قبره بيده فاذا جعل الشخص الاخر يشعر بعدم الامان وبانه يعاني من النقص في معتقداته فان بلاغة سقراط لا يمكن ان تنقد الموقف وليست المسألة قاصرة ببساطة على ضرورة تجنب الجدل مع الواقفين في مركز اعلى منك اننا جميعا نعتقد باننا اساثدة في ميدان الاراء والمحاكمات العقلية فعليك اذا ان تكون حريصا تعلم كيف تظهر صحة افكارك بطريقة غير مباشرة مراعاة القانون في سنة الف وخمسمائة واثنتين في فلورنسا بايطاليا كانت هناك كتلة ضخمة من الرخام تقف في قسم الانشاءات في كنيسة سانتا ماريا ديل فيوري كانت ذات مرة قطعة رائعة من حجر خام ولكن نحاتا غير ماهر قد حفر فيها ثقبا بطريق الخطأ حيث كان يجب ان تكون هناك ساقات امتال وبذلك شوهها وبترها بصورة عامة وقد فكر عمدة فلورنسا بيورو سدريني في محاولة انقاذ الكتلة بدعوة ليوناردو دافينشي للعمل فيها او في تركها لاستاذ اخر ولكنه استسلم لليأس لان الجميع اتفقوا على ان الحجر قد اتلف وهكذا فعلى الرغم من الاموال التي اهدرت عليه ظل مهملا يتجمع عليه التراب في قاعات الكنيسة المظلمة وظلت الامور هكذا حتى قرر بعض الاصدقاء الفرنسيين للفنان العظيم مايكل انجيلو ان يكتبوا له وكان انايذ يعيش في روما وقال انه الوحيد القادر على عمل شيء ما من قطعة الرخام التي كانت مادة اولية رائعة ما تزال وسافر مايكل انجيلو الى فلورنسا وتفحص الحجر واستنتج بانه يستطيع في الحقيقة ان ينحت منه تمثالا جميلا بتكيف الوقفة لتتناسب والطريقة التي بوترت فيها الصخرة وجاد له سودريني في ان ذلك سيكون مضيعة للوقت اذ لم يستطع احد ان ينقذ الصخرة من مثل تلك الكارثة ولكنه وافق اخيرا على ترك الفنان يعمل فيها وقرر مايكل انجيلو ان يصور داود في شبابه والمقلع في يده وبعد اسابيع كان مايكل انجيلو يضع اللمسات الاخيرة على التمثال ودخل سودريني الستوديو وبما انه كان يتخيل نفسه خبيرا فنيا الى حد ما فقد درس العمل الضخم وقال لمايكل انجيلو انه يعتقد انه رائع ولكنه حكم بان الانفى اكبر من اللازم وادرك مايكل انجيلو بان سودريني كان واقفا في مكان تحت التمثال العملاق تماما ولم يكن في زاوية النظر الصحيحة الملائمة وبدون اي كلمة اشار الى سودريني ان يتبعه صاعدا الى استقالة وعندما وصل الى الانف التقط ازميله وكذلك حفنة من تراب الرخام كانت موضوعة فوق لوح الخشب وبوجود سودريني واقفا تحته على استقالة على بعد بضعة اقدام منه راح يدق بازميله دقا خفيفا ويترك نتفا من الغبار الذي جمعه بيده تتساقط قليلا قليلا والواقع انه لم يفعل شيئا لتغيير الانف بل اعطى كل مظهر بانه منهمك في تعديله وبعد بضي دقائق من هذه الايماءات الجوفاء وقف جانبا وقال انظر اليه الان فرد سودريني احبه افضل هكذا لقد جعلته ينبض بالحياة التفسير كان مايكل انجيلو يعلم انه بتغيير شكل الانف قد يدمر التمثال المنحوط باكمله ومع ذلك فقد كان سودريني رعيا يفتخر بقدرته على اصدار الاحكام الجمالية واذعاج مثل هذا الرجل بالجدل لي يكسب مايكل انجيلو شيئا بل سيعرض للخطر اية طلبات مستقبلية وكان مايكل انجيلو ابرع من اي جادل فكان الحل هو ان يغير الزاوية التي ينظر منها سودريني فاقترب به من الانف اكثر بالمعنى الحرفي للكلمة دون ان يجعله يدرك ان ذلك كان سبب تشوه المنظر في عينيه فلحسن حظ الاجيال اللاحقة وجد مايكل انجيلو طريقة لابقاء كمال التمثال متماسكا على حاله وفي الوقت نفسه جعل سودريني يعتقد انه قد حسنه وهذه هي القوة المزدوجة للكسب عن طريق الاعمال بدلا من المجادلة اذ لا يتأذى احد كما تثبت وجهة نظرك مفاتيح السلطة في مملكة السلطة عليك ان تحكم على حركاتك بحسب تأثيره على الاخرين على المدى البعيد والمشكلة في محاولة اثبات نقطة ما او كسب نص عن طريق الجدل هي انك لن تستطيع ان تعرف على وجه التأكيد مدى تأثير هذا على الناس الذين تتجادل معهم فقد يظهرون انهم متفقون معك بصورة مهذبة ولكنهم قد يغضبون منك في داخلهم ولعل شيئا قلته قد يجرحهم عن غير قصد منك فللكلمات تلك القدرة الغادرة على ان تفسر حسب مزاج الشخص الاخر وشعوره من عدام الامان معك فحتى افضل الحجج ليس لها اساس صلب لاننا اعتدنا على عدم الثقة بالطبيعة المنزلقة للكلمات وبعد ايام من موافقة شخص ما فاننا كثيرا ما نعود الى رأينا القديم بفعل العادة المحضة افهم هذا الكلمات رخيصة جدا وكل شخص يعرف اننا في غمرة الجدل الساخن نقول اي شيء لدعم قضيتنا فقد نقتبس من الكتاب المقدس او نشير الى احصاءات لا يمكن التأكد منها فمن الذي يمكن اقناعه باكياس من الهواء هكذا فالفعل ويظهر الشيء عمليا امام الاخرين اقوى بكثير واكثر امتلاء بالمعنى وهذا متاح لنا وامام اعيننا لنراه نعم يبدو انف التمثال الان صحيحا ومناسبا بالفعل فليست هناك كلمات جارحة ولا امكانية لاساءة التفسير اذ لا يستطيع احد ان يجادل في برهان معروض امامه عمليا وكما قال بلثزار غريسيان الحقيقة تشاهد على وجه العموم ونادرا ما تسمع كان السير كريستفور رين الف وستمائة وواحد وثلاثين الف وسبعمائة وثلاثة وعشرين النسخة الانجليزية من رجل عصر النهضة فقد اتقن علوم الرياضيات والفلك والفيزياء والفنسجة وضائف العضاء ومع ذلك ففي اثناء حياته العملية الطويلة جدا كاشهر معماري في انجلترا كان رعاته كثيرا ما يطلبون منه اجراء تغييرات غير عملية في تصميمه فلم يجادل احدا منهم او يجرحه مرة واحدة ابدا فقد كانت لديه طرق اخرى لاثبات وجهة نظره وفي سنة الف وستمائة وثمان وثمانين صمم مبنى بلدية رائع لمدينة وستمينستر غير ان عمدتها لم يرضعن والواقع انه كان عصبيا فاخبر رين انه يخشى من كون الطابق الثاني غير امن وانه قد ينهار كله فجأة فوق مكتبه في الطابق الاول وطلب بان يضيف رين عمدين حجرين لاعطاء الطابق مزيدا من الدعم وكان رين المهندس المعمري من الطراز الاول يعرف ان هذين العمدين لن يخدم اي غرض وان مخاوف العمدة لا اساس لها ومع ذلك فقد بناهما بالفعل فشكره العمدة عرفانا بعمله ولم يحدث الا بعد سنوات ان اكتشف عمال واقفون على سقالات عالية ان العمدين ينتهيان قبل الوصول الى الصقف كان العمدان دميتين ولكن الرجلين كليهما حصل على ما يريدان فاستطاع العمدة ان يرتاح وعرف رين ان الاجيال اللاحقة ستفهم ان تصميمه الاصلي سليم وان العمدين غير ضروريين ان قوة اظهار فكرتك عمليا للعيان تكمن في ان خصومك لا يتخذون موقف الدفاع فلذلك يكونون اكثر انفتاحا للاقتناع ان جعلهم يشعرون بمعناك حرفيا وماديا بشكل ملموس اقوى بما لا حد له من مجدلتهم ذات مرة قاطع مشاغب متنطع نيكت خورشيف في وسط خطاب له كان يدين فيه جرائم استالين فصرخ ذلك المتنطع لقد كنت زميلا لستالين فلماذا لم توقفه عند حده انا ذاك ويبدو ان خورشيف لم يستطع رؤية ذلك الشخص فصرخ بدوره من الذي قال ذلك فلم ينبس احد ببنت شفا وبعد بضع ثوان من السكوت المشحون بالتوتر قال خورشيف اخيرا بصوت هادئ انك تعرف الان لماذا لم اقف فبدلا من المجادلة بالقول ان اي شخص يواجه استالين كان يخاف لانه يعلم ان اقل اشارة دلة على التمرد تعني موتا مؤكدا فان خورشيف جعلهم يشعرون كيف كانت مواجهة استالين جعلهم يشعرون بجنون الارتياب البارانوايا وبالخوف من الكلام الصريح وبالرعب من مواجهة القائد والقائد في هذه الحالة هو خورشيف فكان هذا الغرض التوضيحي العملي يصل الى اعماق الغرائز فلم يعد هناك ضرورة للمزيد من الجدل ان اقوى انواع الاقناع يتعدى العمل ليصبح رمزا وقوة الرمز كالعلم او الحكاية الاستورية او النصب التذكاري لوقعة عاطفية تكمن في ان كل واحد يفهمك دون ان تقول شيئا ففي سنة 1975 عندما كان هيناري كيسينجر منهمكا في مفاوضات مطبطة مع الاسرائيليين حول اعادة جزء من صحراء سيناء التي كانوا قد احتلوها في حرب سنة 1967 قطع فجأة اجتماعا متوترا وقرر ان يذهب ليتنزه فزار بقايا قلعة مسعد القديمة المعروفة لجميع الاسرائيليين بانها المكان الذي ارتكب فيه 700 محارب يهودي انتحارا جماعيا في سنة 73 ميلادي بدلا من الاستسلام للقوات الرومانية المحاصرة لهم وفهم الاسرائيليون فورا الرسالة التي انطوت عليها زيارة كيسينجر لقد كان عليهم بشكل غير مباشر بانهم ينشدون الانتحار الجماعي ورغم ان زيارة نفسها لم تغير رأيهم فقد جعلتهم يفكرون بصورة اكثر جدية بكثير من قدرة اي تحذير مباشر على احداث مثل ذلك التأثير فالرموز التي كهذا الرمز تحمل مغزا عاطفيا كبيرا عندما تهدف الى الحصول على الصنطة او تحاول الاحتفاظ بها ابحث دائما عن الطريق غير المباشر واختر معاركك بحرص وعناية كذلك فاذا لم يكن من المهم على المدى البعيد ان يتفق الشخص الاخر معك او اذا كان الزمن والتجارب الخاصة ستجعل الناس يفهمون قصدك فان من الافضل ان لا تكلف نفسك عناء العرض العملي التوضيحي فوفر جهدك وامضي لسبيلك صورة الارجوحة ان المجادلين يصعدون ويهبطون ويصعدون ويهبطون فلا يصلون الى اي مكان بسرعة فانزل عن الارجوحة وارهم قصدك بدون رفص او دفع اتركهم عند القمة ودع الجاذبية تنزلهم الى الارض بلطف الشاهد دار المراء ففي المجتمع لا شيء يجب ان يناقش اعطي النتائج فقط بن يمين تزارا تيلي الف وثمانمائة واربعة الف وثمانمائة وواحد وثمانين الانقلاب للمراء الكلامي استعمال سنة واحدة في مملكة السلطة لتشتيت الانتباه وتغطية اثارك وانت تمارس الخداع او اذا ضبطك احد وانت تكذب وفي مثل هذه الحالات فان من مصطحتك ان تماري قوة الاقناع التي تستطيع تجميعها استدرج الشخص الاخر في مجادلة لتشتيت الانتباه بعيدا عن حركتك الخادعة واذا تم ضبط كذبة عليك فكلما ظهرت عاطفيا ومتأكدا اكثر فسيقل احتمال ظهورك بمظهر الكاذب وقد انقض هذا الاسلوب جلد كثير من فناني الخداع فالكونت فيكتور لاستغ النصاب بامتياز بعد تمرت عشرات المغفلين في جميع انحاء البلاد صندوقا زائفا زعم لهم انه قادر على استنساخ الاوراق النقدية وعندما كان المغفلون يكتشفون خطأهم كانوا على وجه العموم يختارون ان لا يذهبوا الى الشرطة لان لا يتعرضوا لخطر الفضيحة المحرجة ولكن عمدة يدعى الشريف ريتشاردز من مقاطعة ريمزين بولاية اكلهوما لم يكن طرازا من الرجال يقبل ان يسلبه النصاب عشرة الاف دولار وذات صباح تعقب لاستغ الى فندق في شيكاغو وسمع لاستغ طرقة على الباب فلما فتحه وجد نفسه ينظر الى فوهة مسدس فسأل بهدوء ما الذي يبدو انه مشكلة فصرخ فيه الشريف انت يا ابن الفاعلة سوف اقتلك لقد خدعتني بصندوقك اللعين وتظاهر لاستغ بالحيرة وسأل اتعني انه لا يعمل فرد عليه الشريف انك تعرف انه لا يعمل فقال لاستغ ولكن ذلك مستحيل فليست هناك اية طريقة تجعله لا يعمل فهن شغلته بطريقة صحيحة فاجاب الشريف لقد فعنت ما طلبته مني بالضبط فقال لاستغ كلا لابد انك ارتكبت خطأ ما وهكذا ظل الجدل يدور في حلقة مفرغة وانخفضت فوهة المسدس بلطف قليلا وعند اذ دخل لاستغ في المرحلة الثانية من خطة الجدل الانتهازية فراح يصب عنقودا كاملا من الهراء واللغو التقني الفارغ عن تشغيل الصندوق بحيث الهى الشريف وضلله فبدأ اقل ثقة بنفسه واخذ يجادل بطريقة اضعف فقال لاستغ انظر ساعيد نقودك الان تماما وسوف اعطيك تعليمات مكتوبة عن كيفية تشغيل الالة وساذهب معك الى اوكلهوما للتأكد من انها تعمل بشكل صحيح وبذلك لا تخسر شيئا بحال من الاحوال ووافق الشريف على ذلك بعد تمنع ولكي يرضيه لاستغ تماما اخذ مئة ورقة من فئة المئة دولار واعطاه اياها طالبا منه ان يرتاح وينضي عطلة نهاية اسبوع ممتعة في شيكاغو وهذا الشريف قليلا وارتبك ثم غادر المكان في اخر الامر وعلى مدى الايام القليلة التالية شرع لاستغ بتفحص الجريدة كل صباحا حتى عثر في النهاية على ما كان يبحث عنه مقال صغير يبلغ عن اعتقال الشريف ريتشاردز ومحاكمته وادنته لنشره في التدول اوراقا نقدية مزيفة لقد كسب لاستغ جولة المراء فلم يزعجه الشريف بعد ذلك ابدا القانون عشرة العدوى تجنب التعيس وسيء الحظ الحكم قد تموت من تعاسة شخص اخر فالحالات العاطفية معدية كالامراض وقد تشعر بانك تساعد الغريق ولكنك انما تعجل بكارثة تحيق بك انت فذو الحظ السيء يجلبون الكارثة على انفسهم احيانا وسيجلبونها عليك ايضا فارطبط بالسعداء والمحظوظين بدلا من هؤلاء انتهاك القانون ولدت ماري غيلبريت في ليمريك بارلندا سنة 1818 وجاءت الى باريس في اربعينيات القرن التاسع عشر بحثا عن حظها كراقصة وممثلة فاتخذت لنفسها اسم لولا مونتيز وكانت امها متحدرة من اصل اسباني بعيد وزعمت انها راقصة فلامينكو من اسبانيا وبحلول سنة 1845 كانت حياتها العملية اخذة في الافول ولكي تبقى تحولت الى غانية وسرعان ما اصبحت من انجح الغواني في باريس ولم يكن هناك سوى رجل واحد قادر على انقاذ عملها كراقصة وهو الكسندر دوجاريه صاحب اكبر الصحف انتشارا في فرنسا وناقض الصحيفة المسرحي كذلك فقررت لولا ان تغازله وتغويه فحققت في عاداته واكتشفت انه يركب حصانا كل الصباح وكانت خيالة ممتازة فركبت ذات الصباح والتقت به مصادفة وسرعان ما راحا يركبان معا كل يوم وبعد بضعة اسابيع انتقلت لولا الى شقته ولفترة محدودة كانا سعيدين معا وبمساعدة دوجاريه بدأت لولا باحياء عمليها في الرقص ورغم الخطر على مركزه الاجتماعي فقد اخبر اصدقاءه انه سيتجوجها في الربيع فلم تخبره لولا ابدا انها كانت قد هربت في التاسعة عشر مع شخص انجليزي وانها كانت من الناحية القانونية لا تزال متزوجة ورغم ان دوجاريه كان غارقا في الحب فقد راحت حياته تنزلق الى الاسفل فقد تغير حظه في التجارة وشرع اصدقاؤه المتنفذون يتجنبونه وذات ليلة دعي دوجاريه الى حفلة يحضرها عدد من اغنى شباب باريس واردت لولا ان تذهب معه ايضا ولكنه لم يسمح لها فكان ذلك سببا في اول مشجرة بينهما وحضر دوجاريه تلك الحفلة وحده وهناك سكر الى حد ميئوس منه فاهان ناقدا مسرحيا ذا نفوذ كبير هو جان بابتيست روزمون دي بوفالون ربما بسبب شيء قاله الناقض عن لولا وفي صباح اليوم التالي تحده بوفالون الى مبارزة ولم يكن بوفالون واحدا من افضل مستعملي المسدس في فرنسا وحاول دوجاريه ان يعتذر ولكن المبارزة حدثت وتلقى فيها دوجاريه رصاصة قاتلة وهكذا انتهت حياة واحد من اروع الشباب الواعدين في المجتمع الباريسي وتحطمت لولا فغادرت باريس وفي سنة 1846 وجرت نفسها في ميونيخ حيث قررت ان تغازل لودفيغ ملك بافاريا وتوقعه في شباكها واكتشفت ان افضل طريق اليه هو معاونه الكونت اوتوفون ريخبيرغ الرجل المولع بالفتيات الجميلات وذات يوم بينما كان يتناول فطوره في احد مقاهي الهواء الطلق مرت به لولا على حيصانها فسقطت من على السرج صدفة ووقعت عند اقدام ريخبيرغ وهرع الكونت لمساعدتها فوقع في اسر جاذبيتها ووعد بتقديمها الى لودفيغ ورتب ريخبيرغ لقاء للولا مع الملك ولكنها عندما وصلت الى الحجرة الامامية وصل الى مسامعها صوت الملك وهو يقول انه مشغول جدا بحيث لا يستطيع مقابلة غريبة تسعى الى الحضوة فدفعت لولا الحرس جانبا ودخلت غرفته رغم ذلك وفي هذه العملية تمزقت مقدمة فستانها بطريقة ما ربما بيدها وربما بأيدي الحراس ولذهل الجميع وخصوصا الملك انكشف نهدها بصورة وقحة فمنحت لولا مقابلة مع لودفيغ وبعد خمس وخمسين ساعة ظهرت على مسرح بافاريا وكانت الاراء النقدية في ادائها رهيبة ولكن ذلك لم يمنع لودفيغ من ترتيب ادوار اخرى لها كان لودفيغ وحسب كلماته نفسها مسحورا بلولا وبدأ يظهر في الاماكن العامة وهي متعلقة بذراعه ثم اشترى لها شقة وفرشها في ارقى شوارع ميونيخ المضللة بالاشجار ومع انه كان معروفا بالبخيل ولم يكن يستسلم لشحطات الخيال فقد بدأ يمطرها بالهدايا ويكتب لها الاشعار وبما انها صارت عشيقته المحضية فقد هبطت على الشهرة والثراء بين عشية وضحاها كأنها قذيفة منجنيق وبدأت لولا تفقد احساسها بالتناسب او مقتضيات اللياقة وذات يوم بينما كانت على صهوة جوادها كان هناك راكب عجوز يتقدمها وكان يصير ببطء اكثر مما تحب فلم تقدر على تجاوزه فراحت تضربه بصوتها القصير وفي مناسبة اخرى خرجت تتنزه مع كلبها وهو غير مربوط فهاجم الكلب احد المرة ولكن بدلا من مساعدة الرجل على ابعاد الكلب ضربته بصوتها واثارت مثل هذه الحوادث مواطني بفاريا العاديين الان لودفيغ وقف الى جانب لولا بل عطاها الجنسية البفارية وحاول مرافق الملك ان يوقظوه على خطر هذه العلاقة غير الشرعية ولكن الذين انتقدوا لولا تردوا على عجل وبينما فقد البفاريون احترامهم علانية لملكهم الذي كانوا قد حبوه منحت لولا رتبة كونتيسة وبنت لنفسها قصرا جديدا وبدأت تتعاطى السياسة وتنصح الودفيغ وتشير عليه في امورها فقد صارت اعتى قوة في المملكة واستمر نفوذها يتعظم في مجلس وزراء الملك وراحت تعامل الوزراء الاخرين باحتقار ونتيجة لذلك اندلعت الاضطرابات في جميع ارجاء المملكة وتحول البلد الذي كان مسلما الى ضحية تمزقها مخالب حرب اهلية وانطلقت اغاني الطلاب في كل مكان اخرج مع لولا وبحلول سنة الف وثمانمائة وثمان واربعين لم يعد لودفيغ يطيق الضغط في اخر الامر فامر لولا بحزن شديد ان تغادر بفاريا على الفور فغادرت ولكن ليس قبل ان تدفع لها مستحقتها وطول الاسابيع الخمسة التي تلت مغادرتها تحول غضب البفاريين الى ملكهم الذي كان محبوبا في السابق وفي اذار مارس من ذلك العام ارغم على التنازل عن عرشه وانتقلت لولا الى انجلترا وكانت تحتاج الى الاحترام اكثر من كل شيء ورغم كونها متزوجة لم تكن قد تدبرت امر طلاقها من الرجل الانجليزي الذي كانت قد تزوجته قبل ذلك بسنوات فقد وضعت نصب عينيها جورج ترافورد هيلد الضابط الشاب الواعد في الجيش وابن محام ذي نفود في المحاكم العليا ورغم انه كان يصغر لولا بعشرة عوام وكان بمقدوره ان يختار زوجة من بين اجمل شابات المجتمع الانجليزي واغناهن فقد وقع تحت تأثير سحرها فتزوجا سنة 1849 وسرعان ما القي القبض عليها بتهمة الزواج من اكثر من واحد واطلق صراحها بكفالة ولكنها هربت ووجدت طريقها الى اسبانيا مع هيلد ثم تشجرى بشكل مرعب في احدى المناسبات ذات مرة فطعنته بالسكين واخيرا طردت فغادر الى انجلترا وجد انه قد فقد منصبه في الجيش وتعرض للعزل والمقاطعة في المجتمع الانجليزي فانتقل الى البرتغال حيث عاش في فقر وبعد بضعة اشهر انتهت حياته القصيرة في حارث مفاجئ في قارب وبعد بضعة اعوام افلس رجل نشر سيرة حياة لولا مونتيز وفي سنة 1853 انتقلت لولا الى كاليفورنيا حيث التقت برجل يدعى بات هيل وتزوجته فكانت علاقتهما عاصفة كجميع علاقاتها الاخرى فتركت هيل وتعلقت برجل اخر فشرع هيل يعاقر الخمر ووقع ضحية اكتئاب عميق استمر حتى وفاته بعد اربعة اعوام وهو ما يزال شابا نسبيا وفي الحادية والاربعين من عمرها تخلت لولا عن ملابسها وحليها وتوجهت الى الله فطافت في امريكا وهي تلقي خطابا عن مواضيع دينية مرتدية ملابس بيضاء وغطاء رأس ابيض يشبه الهالة وتوفيت بعد ذلك بعامين في سنة 1861 التفسير كانت لولا مونتيز تجتذب الرجال باحابيلها ولكن صنطتها عليهم كانت تتجاوز الجنس اذ كانت قوة شخصيتها هي التي تبقي عشاقها مأسورين فقد كان يمتصهم الاضطراب العاصف الذي تثيره من حولها فيشعرون بالحيرة والاضطراب ولكن قوة العواطف التي كانت تثيرها كانت ايضا تشعرهم بالحياة اكثر وكما يحدث كثيرا في حالة العدوى فان المشاكل لا تثور الا بمرور الزمن وكان عدم استقرار لولا المركب في طبيعتها سرعان ما يبدأ باقلاق عشاقها بحيث يجدون انفسهم منجدبين الى مشاكلها ولكن تعلقهم العاطفي بها كان يجعلهم يريدون مساعدتها وكانت هذه هي النقطة الحساسة من المرض اذ انه لم يكن من الممكن مساعدة لولا مونتيز لان مشاكلها كانت غاية في العمق وبمجرد ان يتورط فيها العاشق كان يضيع فيجد نفسه منغمسا في مشاجرات وتنتشر العدوى الى اسرته واصدقائه او الى امته كلها في حالة لودفيغ وهكذا يكون الحل الوحيد هو قطع العلاقة بها او التعرض للانهيار في اخر الامر ولم يكن نموذج السقسية المعدية قاصرا على النساء فليس له علاقة بالجنس بل انه ينبع من عدم استقرار داخلي يشوع الى الخارج مجتذبا الكارثة على النفس وكأن المصاب يكاد يرغب في التدمير وعدم الاستقرار وبإمكانك ان تمضي حياة بكاملها في دراسة التاريخ المرضي للشخصية المعدية ولكن لا تضيع وقتك بل اكتفي بتعلم الدرس فعندما تشك في انك امام شخصية معدية من هذا النوع لا تحاول ان تجادل ولا تحاول ان تساعد ولا تصل هذه الشخصية باصدقائك وانا فسوف تتورط اهرب من امام المعد وانا فتحمل العواقب ان كاشيوس هناك عليه سيم النحافة والجوع انه يفكر اكثر من اللازم ولا يوجد رجل يتعين علي ان اتجنبه بسرعة كبيرة سوى كاشيوس اذ ان امثاله لا ترتاح قلوبهم قط عندما ينظرون الى من هو اعظم منهم ولذلك فانهم شددوا الخطورة يوليوس قيصر تأليف وليام شيكسبير 1564-1616 مفاتيح الصنطة ان تعساء الحظ بيننا ممن سقطوا بفعل ظروف خارج سيطرتهم يستحقون كل عطف نستطيع ان نقدمه لهم ولكن هناك اخرين لم يولدوا للتعاسى بل انهم يجرونها على انفسهم باعمالهم المدمرة وتأثيرهم المؤدي الى عدم استقرار الاخرين ولو اننا استطعنا انتشالهم من حالتهم هذه لكان ذلك شيئا عظيما اذ تتغير انماط حياتهم ولكن هذه الانماط هي التي غالبا ما ينتهي بها المطاف بالدخول في جوفنا وتغييرنا والسبب في ذلك بسيط اذ ان البشر معرضون بشدة الى اكتساب امزجة من يمضون معهم اوقاتهم والتأثر بعواطفهم وحتى طرائق تفكيرهم ان التعاساء والقلقين الى حد لا يرجى شفاءه لديهم قوة عدوى شديدة على وجه الخصوص لان شخصياتهم وعواطفهم شديدة التوتر وكثيرا ما يقدمون انفسهم كضحايا مما يجعل من الصعب في اول الامر ان يرى المرء ان تعاستهم انما سببوها هم لانفسهم وقبل ان تدرك الطبيعة الحقيقية لمشاكلهم تكون قد اصبت بالعدوى منهم افهم هذا في لعبة السلطة للناس الذين ترتبط بهم اهمية حساسة وخطر اختلاطك بحملة العدوى هو انك ستضيع وقتا وطاقة ثمينين في محاولة تخليص نفسك وعن طريق اكتساب الذنب بالقرينة ستعاني في اعين الاخرين فلا تقلل قيمة خطر العدوى قط وهناك انواع كثيرة من حملة العدوى يجب ان تكون واعيا بهم ولكن اكثرهم غدرا هو من يشكو من الصخط المزمن المقيم فكاشيوس المتآمر الروماني على قيصر كان لديه الصخط النابع من الحسد العميق وكان ببساطة لا يحتمل وجود اي شخص اعظم منه موهبة ولعل قيصر احس ان الصخط المرير في نفس كاشيوس لا ينتهي ولذلك تجاوزه عندما اراد ان يعين قاضيا اول فاعطى ذلك المنصب لبروتوس بدلا منه وانغمس كاشيوس في تفكير عميق حتى صارت كراهيته لقيصر مرضا وكان بروتوس نفسه جمهوريا مخلصا فكره ديكتاتورية قيصر ولو كان لديه الصبر للانتظار لا اصبح هو الرجل الاول في روما بعد موت قيصر ولا ازال الشر الذي عمله القائد ولكن كاشيوس اصابه بعدوى سخيمته وراح يملأ اذنيه يوميا بحكايات شرور قيصر واخيرا كسبه للاشتراك في المؤامرة وكان ذلك بداية المأساة الكبرى فكم من الكوارث كان يمكن تجنبها لو ان بروتوس تعلم الخوف من قوة العدوى ان هناك حلا واحدا فقط للعدوى وهو العزل الصحي ولكن ما ان تتعرف على المشكلة حتى يكون الاوان قد فات اذ ان واحدة مثل لولا مونتيز تطقى عليك بشخصيتها القوية ويأسرك كاشيوس بطبيعته الواثقة بك وبعمق احاسيسه فكيف يمكنك ان تحمي نفسك من مثل هذه الفيروسات الخبيثة الغادرة ان الجواب يكمن في الحكم على الناس بحسب تأثيرهم على العالم وليس بحسب الاسباب التي يعطونها لمشاكلهم فناقلوا العدوى يمكن التعرف عليهم من الكوارث التي يجلبونها على انفسهم ومن ماضيهم المضطرب ومن الخط الطويل من علاقاتهم المحطمة وحياتهم العملية غير المستقرة وقوة شخصيتهم ذاتها اذ انها تكتسحك اكتساحا وتجعلك تفقد التفكير المنطقي ولذا فان عليك ان تحذر سلفا من هذه العالمات الدالة على حامل عدوى وتعلم ان ترى الصخط في عينيه واهم من كل شيء ان لا تأخذك الرأفة به فلا تورط نفسك في محاولة المساعدة اذ ان حامل العدوى سيبقى بلا تغيير اما انت فسوف تفقد توازنك صورة الفيروس بشكل خفي غير مرئي يدخل في مساهمتك بدون انذار فينتشر في صمت وبط وقبل ان تعي وجود العدوى تكون قد تغلغلت عميقا الى داخلك والجانب الاخر من العدوى صحيح كذلك ولعله مفهوم بشكل اسهل واسرع فهناك اناس يجتذبون السعادة الى انفسهم بمرحهم وابتهاجهم الطبيعي وذكائهم فهم مصدر للمسرة وعليك ان تختلط بهم كي تشاطرهم الازدهار الذي يجتذبونه الى انفسهم وينطبق هذا على ما هو اكثر من المرح والنجاح فكل الخصال الايجابية يمكن ان تعدينا فتاليران كانت فيه خصال غريبة ومخيفة وجاذبية استقراطية وفطنة وحضور بديها والحق انه كان متحدرا من واحدة من اقدم الاسر النبيلة في البلاد ورغم ايمانه بالديمقراطية وبالجمهورية الفرنسية فقد احتفظ بعاداته واسليبه الريفية وكان معاصره نابليون دا صفات معاكسة لهذه الخصال في نواح كثيرة فكان فلاحا من كورسيكا صموطا فضا بل وعنيفا ولم يكن هناك احد اعجب به نابليون اكثر من تاليران وكان يحسد طريقة وزيره في التعامل مع الناس وذكائه وقدرته على اسر النساء بجاذبيته فاحتفظ بتاليران بالقرب منه بافضل ما استطاع لعله يمتص منه الثقافة التي كانت تنقصه فلا شك ان نابليون اخذ يتغير مع استمرار حكمه فقد تم سقل كثير من جوانبه الخشنة باختلاطه المستمر مع تاليران استخدم الجانب الايجابي من هذا التناقض العاطفي لصالحك وعلى سبيل المثال اذا كنت شحيحا بطبعك فانك لن تتعدى حدا معينا فالعظمة لا يصل اليها الا دو النفوس السخية فاختلط بالكرام اذا وسيصيبونك بالعدوى فيفتحون كل شيء مغلق ومحكم ومقيد فيك وان كنت كائبا فانجذب الى المرحين وان كنت عرضة للعزلة فارغم نفسك على مصادقة الاجتماعيين واياك والاختلاط بالذين يساطرونك عيوبك فانهم سيعززون كل شيء يشدك الى الوراء فلا تخلق الا الصلاة ذات الابعاد الايجابية اجعل ذلك قاعدة في حياتك وسوف تستفيد اكثر من الفائدة التي تأتي بها كل المعالجات في العالم الشاهد تعرف على المحظوظين كي تختار صحبتهم وعلى التعساء كي تتجنبهم فالكارثة عالة هي جريمة الحمق وبين الذين يعانون منها ليس هناك مرض اكثر نقلا للعدوى فلا تفتح بابك لاصغر الكوارث وإلا فسوف تتبع الكوارث الاخرى على اثرها فلا تمت من تعاسة شخص اخر بالثزار غريسيان 1601-1658 الانقلاب لا يعترف القانون باي انقلاب وتطبيقه عالمي فليس هناك ما يمكن كسبه من الاختلاط بأولئك الذين يعدونك بتعاستهم وليس هناك سوى السلطة والحظ السعيد تكسبهما من الاختلاط بالمحظوظين فانت شاهلت هذا القانون فلا تلومن الا نفسك القانون 11 تعلم ان تبقي الناس معتمدين عليك الحكم للحفاظ على استقلالك يجب ان يبقى الاخرون محتاجين اليك وراغبين بك وكلما زاد الاعتماد عليك ازدادت حريتك فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم وليكن لديك ما تخشاه وإياك ان تعلمهم ما يكفي لتمكينهم من الاستغناء عنك انتهاك القانون ذات مرة في العصور الوسطى قام جندي مرتزق زعيم احدى العصابات التي كانت معروفة في اوروبا بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر بانقاذ مدينة سيينة من معتد اجنبي فكيف يكافئه مواطن سيينة الطيبون لم تكن هناك كمية من المال او قدر من التكريم يمكن مقارنتهما في القيمة بالحفاظ على حرية المدينة ففكر المواطنون في جعل ذلك المرتزق زعيما على المدينة ولكنهم قرروا ان ذلك لم يكن تعويضا كافيا واخيرا وقف احدهم امام الجمعية التي دعيت لمنقشة القضية وقال دعونا نقتله ثم نعبده باعتباره القديس الذي يرعانا وهكذا فعلوا وكان الكونت كرامانيولا واحدا من اججع زعماء المرتزق وانجحهم جميعا وفي اواخر ايام حياته في سنة 1442 كان مستقدما لدى مدينة البندقية التي كانت في لجة حرب طويلة مع فلورنسا واستدى يالكونت فجأة الى البندقية وبما انه كان من المفضلين لدى اهلها فقد استقبل بكل انواع التكريم والابها وكان من المقرر ان يتعش في ذلك المساع مع الدوج نفسه في قصر الدوج غير انه في الطريق الى داخل القصر لاحظ ان الحارس كان يقوده الى اتجاه يختلف عن المعتاد وعند عبور جسر التنهدات ادرك فجأة الى اين كانوا يأخذونه الى الزنزانة فقد ادين بتهمة ملفقة وفي اليوم التالي في ساحة سان ماركو امام حشد مذعور من الناس الذين لم يفهموا كيف تغير مصيره على هذا النحو العنيف القصوى ثم قطع رأسه التفسير لقد لقي كثيرون من زعماء عصابات الارتزاق في ايطاليا عصر النهضة مصيرا مماثلا لمصير راعي مدينة السيين القديس والكونت كارمانيول فقد كسبوا معركة اثر معركة لمستقدميهم كي يجدوا انهم لم يحصلوا في مقابل ذلك الا على النفي او السجن او الاعدام ولم تكن المشكلة في عدم العرفان بل في وجود مرتزقة كثيرين لهم قدرة وشجاعة مماثلتان اي انه كان من الممكن استبدالهم باولئك المرتزقة فلم يفقد شيء بقتلهم وفي تلك الاثناء كان كبار السن بينهم قد تعظمت صنطتهم فراحوا يطلبون اموالا اكثر فاكثر لقاء خدماتهم فكان من الافضل بكثير اذا ان يستغنى عنهم ليستأجر بدلا منهم مرتزقة اصغر سنا وارخص فكان ذلك مصير الكونت كارمانيولا الذي بدأ يتصرف بوقاحة واستقلال فقد اعتبر صنطته تحصيل حاصل دون ان يتأكد من كونه شخصا لا يمكن الاستغناء عنه فعلا فهكذا يكون مصير الذين لا يجعلون الاخرين يعتمدون عليهم وان كان المرء يأمل ان تكون درجة العنف اقل اذ سرعان ما يأتي عاجلا ام ااجلا شخص يستطيع القيام بالمهمة بطريقة مساوية لطريقتهم في الجودة ويكون اصغر سنا واكثر تزاجة واقل كلفة واقل تهديدا كن الوحيد القادر على عمل ما تعمله واجعل مصير مستأجرك متشابكا مع مصيرك بحيث لا يستطيعون الاستغناء عنك او التخلص منك بحال من الاحوال وإلا سوف تجد نفسك ذات يوم مرغما على عبور جسر التنهدات الخاص بك مرعاة القانون عندما صار اوتوفون بيسمارك نائبا في البرلمان البروسي في سنة الف وثمانمائة وسبع واربعين كان في الثانية وثلاثين من عمره وبدون حليف او صديق وعندما نظر حوله قرر ان الجانب الذي سيتحالف معه ليكون مجموعة الاحرار او المحافظين في البرلمان ولا اي وزير معين ولا الشعب بالتأكيد بل مع الملك فريدريك وليام الرابع وكان ذلك اختيارا اقل ما يقال فيه انه غريب لان فريدريك كان انذاك في حديد صمتته كان رجلا ضعيفا مترددا غير حاسم وانسجاما مع ذلك كان يستسلم للاحرار في البرلمان والواقع انه كان ضعيف الشخصية يمثل كثيرا مما كان بيسمارك يكرهه شخصيا وسياسيا ومع ذلك راح يتقرب من فريدريك ليلا ونهار وعندما كان النواب الاخرون يهاجمون الملك بسبب حركاته الكثيرة غير الكفؤة لم يكن يقف الى جانبه سوى بيسمارك واخيرا اثمر ذلك كله ففي سنة 1851 عين بيسمارك وزيرا في مجلس وزراء الملك وعندئذ شرع في العمل فلو ذراع الملك مرة بعد اخرى فجعله يبني القوة العسكرية ويقف ضد الاحرار ويفعل ما يرغب فيه بيسمارك بالضبط واستغل شعور فريدريك بعدم الامان حول رجولته فتحداه ان يكون صلا حازما وان يحكم بعزة نفس وعاد الى الملك صنطته ببط حتى صارت الملكية مرة اخرى اعتى قوة في بروسيا وعندما مات فريدريك سنة 1861 تسنم العرش اخوه ويليام وكان يكره بيسمارك بشدة ولم يكن ينوي ابقاءه ولكنه ورث وضعا كالذي كان يواجهه اخوه كان هناك اعداء كثيرون يرغبون في قدم صنطته وقد فكر فعلا بالتنازل اذ شعر ان القوة تنقصه لمعالجة هذا الوضع الخطر والحرج ولكن بيسمارك المح الى وجوده مرة اخرى فوقف الى جانب الملك الجديد وعطاه القوة وحثه على اتخاذ اجراءات عملية حازمة وحاسمة فصار الملك يعتمد على بيسمارك وخططه في استخدام الذراع القوية لابقاء اعدائه على مبعده ورغم عدم تعاطفه مع ذلك الرجل فقد عينه رئيسا لوزرائه وطالما تشاجر الرجلان حول سياسة اذ كان بيسمارك اشد ميلا الى المحافلة بكثير من الملك ولكن الملك كان يفهم مدى اعتماده على بيسمارك وكلما كان رئيس الوزراء يهدد بالاستقالة كان الملك يستسلم له مرة بعد اخرى والواقع ان بيسمارك كان هو الذي يضع سياسة الدولة وبعد سنوات ادت اعمال بيسمارك كرئيس للوزراء الى توحيد الدويلات الالمانية المختلفة في بلد واحد وعندئذ احتل بيسمارك على الملك كي يتوج نفسه امبراطورا لالمانيا ومع ذلك كان بيسمارك في الحقيقة هو الذي وصل الى اوج سلطته فباعتباره الذراع الايمن للامبراطور ومستشار الامبراطورية والامير المرسم فارسا كان يمارس كل السلطات التفسير ان معظم السياسيين الشباب والطامحين الناظرين الى المشهد السياسي السائد في المانيا اربعينيات القرن التاسع عشر كان من شأنهم ان يحاولوا بناء قاعدة سلطوية لهم بين مالكي اكبر قدر من السلطة انذاك غير ان رأي بيسمارك كان مختلفا فالانضمام الى ذوي السلطة القوية يمكن ان يكون حمقا اذ انهم سيبتلعونك تماما كما ابتلع دوج البندقية الكونت كارمانيولا فليعتمد عليك احد منهم ان كانوا في الاصل اقويا فاذا كنت طموحا فان من الاحكم لك بكثير ان تبحث عن الحكام او السادة الضعفاء الذين يمكنك ان تخلق معهم علاقة اعتماد عليك بحيث تصبح انت قوتهم وذكاءهم وتماسكهم وتصميمهم فيالي السلطة التي تمسك بها عندئذ انهم اذا تخلصوا منك فسينهار الصرح بكامله ان الضرورة تحكم العالم والناس نادرا ما يتصرفون الا اذا ارغم على ذلك ارغاما فان لم تخلق حاجة الى نفسك فسوف يتم الاستغناء عنك في اول فرصة ومن جهة اخرى فانك اذا فهمت قوانين السلطة وجعلت الاخرين يعتمدون عليك في رفاهيتهم واذا كنت قادرا على مجابهة ضعفهم وموازنته بسياستك الخاصة بالحديد والدم كما قال بسمارك فانك عندئذ ستبقى بعد اسيادك كما فعل بسمارك وسوف تمتلك كل منافع الصنطة دون الاشواك الملازمة لكون المرء سيدا وهكذا فان الامير العاقل سيفكر في طرق لابقاء مواطنيه من كل نوع وفي ظل كل الظروف معتمدين على الدولة وعليها وعندئذ يكونون دائما جديرين بالثقة نيكولا ماكيا فيليلي 1469-1527 مفاتيح السلطة ان السلطة المطلقة الكاملة هي القدرة على جعل الناس يعملون كما ترغب وعندما تتمكن من ذلك دون ارغام الناس او ايذائهم عندما يعطونك بارادتهم ما انت راغب فيه فعندئذ تصبح صنطتك عصية على ان ينال منها احد وان افضل طريقة لتحقيق ذلك هي خلق علاقة اعتماد فالسيد يحتاج الى خدماتك فهو ضعيف او عاجز عن العمل بدونك فقد شبكت نفسك في عمله بعمق يجعل الاستغناء عنك مجلبة لصعوبة كبيرة او يجعله يعني على الاقل طيع وقت ثمين سيهدر في تدريب شخص اخر ليحل محلك وما ان تقام مثل هذه العلاقة حتى تصبح يدك هي العليا والرافعة التي تجعل السيد يفعل ما ترغب به انها الحالة التقليدية للرجل الواقف خلف العرش لخادم الملك الذي يسيثر على الملك بالفعل فلم يضطر بسمارك الى ارغام فريدريك او وليام على العمل بامره بل قد اوضح ببساطة انه اذا لم يحصل على ما يريد فسوف يغادر مبتعدا تاركا الملك يصارع الريح وسرعان ما راح الملكان يرقصان على انغام بسمارك ان يفعلان ما يريد لا تكن من الكثيرين الذين يؤمنون مخطئين ان الشكل الكامل للسلطة هو الاستقلال فالسلطة تنطوي على علاقة بين الناس فانت تحتاج الى الاخرين دائما كحلفاء او كبيادق او حتى كسادة ضعفاء يعملون كواجهة لك فالرجل الكامل الاستقلال يعيش في كوخ في الغابات فتكون له حرية الذهاب والمجيء كما يحلله ولكن لا تكون له سلطة وان افضل ما تأمل به هو ان يصير الاخرون معتمدين عليك بحيث تتمتع انت باستقلال معاكس اذ ان حاجتهم اليك تحررك فالملك لويس ال 11 1423 1483 الملك العنكبوت العظيم لفرنسا كانت فيه نقطة ضعف تجاه التنجيم فكان يحتفظ بمنجم للبلاط هو موضع اعجابه حتى تنبأ الرجل ذذا يوم بان احدى سيدات البلاط سوف تموت في غضون ثمانية ايام وعندما تحققت النبوء اصيب لويس بالذعر معتقدا ان الرجل قد اغتال المرأة ليثبت دقته او انه متقن لعمله وصنعته بحيث ان سلطاته تهدد لويس نفسه وفي الحالتين جميعا ينبغي قتله ذات مساء استدعى لويس المنجم الى غرفته في مكان عال من القلعة وقبل وصوله قال الملك لخدمه انه عند اعطائه الاشارة عليهم ان يلتقطوا المنجم ويحملوه الى النافذة ويلقو به منها الى الارض على بعد مئات الاقدام في الاسفل وسرعان ما وصل المنجم ولكن قبل ان يعطي لويس اشارته قرر ان يطرح عليه سؤالا اخيرا فقال له انك تزعم انك تفهم في التنجيم وتعرف مصائر الاخرين فاخبرني ما هو مصيرك وكم تعتقد انه بقي لك من زمن على قيد الحياة فرد المنجم سوف اموت قبل جلالتكم بثلاثة ايام فقط فلم يعطي الملك اشارته على الاطلاق فنجى الرجل بحياته ولم يكتفي الملك العنكبوت بحماية منجمه طيلة حياته بل راح يغدق عليه الهدايا بسقا وجعل ابرع اطباء البلاط يهتمون بصحته وعاش المنجم عدة سنوات بعد لويس مما اسقط قدرته على التنبؤ ولكن اثبت قدرته على الاحتفاظ بسلطته هذا هو الانموذج اجعل الاخرين يعتمدون عليك بحيث ان التخلص منك يعني وقوع كارثة وحتى الموت وعندئذ لن يستطيع سيدك ان يغري بك القدر كي يكتشف العواقب وهناك ترائق كثيرة للوصول الى هذا المركز من اولها واهمها امتلاك موهبة ومهارة خلاقة لا يمكن ببساطة ان يحل محلها شيء اخر في اثناء عصر النهضة كانت العقبة الكبرى امام نجاح الفنان هي عثره على الرعي المناسب قد حصل مايكل انجيلو على هذا الرعي بطريقة افضل من الجميع كان رعيه هو البابا بوليسا الثاني ولكنه تشاجر مع البابا حول بناء قبر البابا الرخامي فغادر مايكل انجيلو روما مش مئزا ولذهل المحيطين بالبابا في دائرته الخاصة فان البابا لم يكتفي بعدم فصله بل بحث عنه وتوسل اليه بطريقته الخاصة المترفعة ان يبقى ذلك ان البابا كان يعرف ان باستطاعة مايكل انجيلو ان يعثر على راعي اخر اما البابا فليستطيع العثور على مايكل انجيلو اخر وليس من الضروري ان تكون لك موهبة مايكل انجيلو غير انه ينبغي ان تكون لك مهارة تفصلك عن عامة الناس وعليك ان تقلق وضعا تستطيع فيه دائما ان تلتصق بسيد او راعي اخر ولكن سيدك لا يستطيع بسهولة ان يعثر على خادم اخر له مثل موهبتك بالذات واذا كنت في الواقع لست ممن لا يمكن الاستغناء عنهم فان عليك ان تجد طريقة تجعل الامر يبدو كذلك ذلك ان ظهور بمظهر من يملك معرفة متخصصة ومهارة يعطيك هامشا من المرونة في القدرة على خداع من هم فوقك يجعلهم يعتقدون انهم لا يستطيعون الاستغناء عنك فالاعتماد الحقيقي لسيدك عليك يجعله مكشوفا امامك اكثر من الاعتماد الموهم على اي حال وفي مجال استطاعتك دوما ان تجعل مهارتك شيئا لا يستغنى عنه وهذا هو المقصود من تشابك المصائر والاقدار فمثل نبتة اللباب المتسلقة الزاحفة تكون قد لففت نفسك حول مصدر السلطة بحيث ان قطعك سوف يسبب حرجا عظيما ولست مضطرا بالضرورة لتشبيك نفسك حول السيد بل يمكن ان يجدي شخص اخر ما دام بدوره ممن لا يستغنى عنهم في السلسلة ذات يوم تلقى هاري كوهن رئيس شركة كولومبيا للافلام السينمائية زيارة في مكتبه من مجموعة مكتئبة من منفذيه وكان ذلك في سنة 1951 عندما كانت الحملة المهوسة بمطاردة الشيوعيين في هوليوود على يد لجنة مكافحة النشاط المعادل امريكا التابعة للكونغرس قد بلغت اوجها وكان المنفذون يحملون اخبارا سيئة فقد صلت الاتهام بالشيوعية على واحد من مستقديميهم هو كاتب السيناريو تون هاورد لسون وكان عليهم ان يتخلصوا منه على الفور او يتحملوا عواقب غضب اللجنة ولم يكن هاري كوهن من الاحرار الذين تدمى قلوبهم على المبادئ بل كان في الواقع جمهوريا متزمتا متشددا على الدوام وكان السياسي المفضل لديه هو بنيتو موسيليني الذي كان قد زاره ذات مرة والذي كانت صورته المؤطرة معلقة على جداره وكان اذا اراد ان يشتم شخصا بكرهه وسميه ابن زنا شيوعي ولكن لذهول المنفذين قال لهم كوهن انه لن يفصل لسون من عمله ولم يحتفظ بكاتب السيناريو لانه كان كاتبا جيدا فقد كان هناك كثير من الكتاب الجيدين في هوليوود بل احتفظ به بسبب سلسلة من حالات الاعتماد اذ كان لسون كاتب هنفري بوغارت وكان بوغارت نجم كولومبيا فاذا تحاشنا كوهن مع لسون فسوف يدمر علاقة تدر ارباحا هائلة وكان ذلك اثمن من الدعاية السيئة التي قد يجلبها عليه تحديه للجنة لقد استطاع هنري كيسنجر ان ينجو من عمليات فصد الدم التي كانت تجرى في البيت الابيض ايام نيكسون ليس لكونه افضل دبلوماسي يستطيع نيكسون العثور عليه فقد كان هناك مفاوضون جيدون اخرون وليس لان الرجلين كانا منسجمين جيدا اذ انهما لم يكنا كذلك كما انهما لم يتشاركا في معتقداتهما وسياساتهما لقد نجى كيسنجر لانه مترس نفسه في كثير من مواقع البنية الاساسية الى درجة ان الاستغناء عنه كان سيؤدي الى فوضى عامة وقد كانت سلطة مايكل انجيلو كثيفة تعتمد على مهارة واحدة هي قدرته كفنان اما سلطة كيسنجر فقد كانت واسعة فقد ادخل نفسه في كثير من الجوانب ومن الوزارات في الادارة الى درجة ان دوره العميق فيها اصبح ورقة رابحة في يده كما اكسبه حلفاء كثيرين فان كنت تستطيع ان تتدبر لنفسك مركزا كهذا فان التخلص منك يصبح خطرا لانه يؤدي الى تفكك كل انواع الاعتمادات المتبادل عليك ومع ذلك فان النوع الكثيف من السلطة يوطي حرية اكثر من النوع الواسع لان مالكيه لا يعتمدون على سيد معين او على مركز سلطة محدد بذاته في امنهم ولجعل الاخرين يعتمدون عليك فان احدى الطرق التي يمكن اتباعها هي خطة المخابرات السرية فمعرفة اسرار الاخرين وامتلاك معلومات لا يريدون ديوعها تجعل مصيرك مرتبطا بمصيرهم فلا تستطيع يد ان تمتد اليك فوزراء الشرطة السرية ظلوا يحتلون هذا المركز طوال العصور فهم يستطيعون ان يصنعوا ملكا او يحطموه او رئيس جمهورية كما في حالة جون انغار هوفر رئيس مكتب التحقيقات الاتحادية في الولايات المتحدة من الف وتسعمائة واربعة وعشرين الى الف وتسعمائة واثنين وسبعين ولكن الدور مليء بالمخاطر وبجون الارتياب في الاخرين الى درجة ان السلطة التي يعطيها تكاد تلغي نفسها اذ انك لا تستطيع ان ترتاح فيها مطمئنا ومفائدة السلطة ان كانت لا تحقق لك السلام الامن وانذار اخير لا تتصور ان اعتماد سيدك عليك سوف يجعله يحبك فالواقع انه قد يسقط عليك ويخشأك ولكن كما قال ميكافيلي ان كونك مرهوبا افضل من كونك محبوبا فالخوف شيء يمكنك السيطرة عليه اما الحب فلا ابدا فالاعتماد على عاطفة خفية ومتقلبة كالحب او الصداقة سيجعلك غير امن ان جعل الاخرين يعتمدون عليك بسبب الخشية من عواقب فقدانك خير من ان يكون السبب هو محبة صحبتك صورة الكروم ذات الاشواك الكثيرة في الاسفل تنمو الجذور بشكل عميق وواسع وفي الاعلى تندفع الكروم عبر الاجام فتشبك نفسها ملتفة حول الاشجار والاعملة وافاريز النوافذ ويكلف التخلص منها كثيرا من الكدح والدم بحيث ان من الاسهل تركها تتسلق الشاهد اجعل الناس يعتمدون عليك اذ انك سوف تكسب من ذلك اشياء اكثر من الاحترام فالذي يروي ضمأه يدير ظهره للبئر على الفور مادام لم يعد بحاجة اليه فعندما يختفي الاعتماد تختفي معه الكياسة والتهديب ثم الاحترام ان اول درس ينبغي ان تعلمك التجربة اياه هو ان تبقي الامل حيا ولكن ليس مستفيا ابدا وحتى الراعي الملكي ابقه محتاجا اليك على الدوام بلتزار غريسيان 1601-1658 الانقلاب ان نقطة الضعف في جعل الاخرين يعتمدون عليك هي انك الى حد ما تعتمد عليهم ولكن محاولة تجاوز هذه النقطة تعني التخلص ممن فوقك وتعني وقوفك وحيدا غير معتمد على احد وهكذا هو حافز الاحتكار لدى اناس من امثال جابا مورغان وجون دا روكفلير لطرد كل منافسة والامتلاك السيطرة كاملة فان كنت قادرا على محاصرة السوق فذلك افضل بكثير وليس هناك استقلال كهذا يأتي بلا ثمن اذ انك تكون مرغما على عزل نفسك وكثيرا ما تستدير الاحتكارات الى الداخل فتدمر نفسها بفعل الضغط الداخلي كما انها تثير غضبا قويا فتجعل اعداءها يتجمعون معا لمحاربتها ان الدافع نحو السيطرة الكاملة غالبا ما يكون مدمرا وغير مثمر فالاعتماد المتبادل يبقى هو القانون اما الاستقلال فهو الاستثناء النادر الذي كثيرا ما يكون قاتلا واذا فان وضع نفسك في موضع الاعتماد المتبادل واتباع هذا القانون الحساس الاهمية افضل من السعي للانقلاب عليه ومراعاتك القانون لن تسلط عليك الضغط الذي لا يطاق عند كونك على القمة كما ان السيد الذي فوقك سيكون من الناحية الجوهرية عبدا لك لانه يكون هو المعتمد عليك انت القانون الثاني عشر المترجم الع